الاسماعيل يتعصر من جديد في دور نايل وهذه المرة أمامه الاسماعيلي ماشي في الدوري حبة فوق وحبة كتير تحت بعد ما كسب البنك الالي اثنين واحد رجع مرة أخرى وخسر النهاردة أمام امبي بهدف دون مقابل اه طبعا كلنا عارفين الظروف اللي بيمر بيها الاسماعيلي واقافي القيد لكن كمان مش عارفين ملف القيد هيتحل امتى هل هيتحل في يناير ولا ممكن الموقف يستمر لنهاية الموسم لكن الاكيد واللي لازم يحصل ان الاسماعيلي مش لازم يتحط في نفس الموقف الصعب اللي حصل الموسم الماضي عشان ببساطة مش كل مرة تسلمي موسيقى موسيقى يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 هازل نتكلم على أهلي صح؟ هازل نتكلم على كاس العالم الأندية أكيد نتكلم كتير 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 النهاردة طبعا عن الأهلي والمواجهة القادمة أمام فلمونينزي البرازيلي في نصف نهاية كاس العالم الأندية كلام كتير أول نهاردة وكلام مهم جدا بس الأول نهاردة الإسماعيلي كان بيلعب قدام أمبي فيه الدوري الممتاز أمبي فاز على الإسماعيلي 1-0 في الجولة التسعة من المصابقة هدف ليه محمد إسماعيل حامد من ضربة رأسية في الديئة 14 الهدف أمام حضراتكم ألف مليون مبروك لإمبي فليه محترم جدا جدا مع الكابتين تامر مصطفى بصراحة هو مدرب عظيم وكبير إمبي من نهاية الموسم الماضي ماشي بشكل جيد بشكل جيد الموسم ده كمان ماشي بشكل جيد أما الإسماعيلي فمن نفس الأمر زي الموسم اللي فات ممكن يعمل نتيجة في النص حلوة زي اللي عملها قدام البنك الأهلي الأسبوع اللي فات بس بعد كده وقبل كده خسائر وتعادلات ونتائج سلبية الإسماعيلي عنده مشكلة مشكلة كبيرة وإحنا بنتكلم عنها النهاردة أنا حتى ما أجلتهاش قلت أستنى شوية كمان ما أجلتهاش ليه عشان لا الإسماعيلي يحتمل كنادي ولا جمعين الإسماعيلي تحتمل إنه الإسماعيلي يعيش نفس المأساب بتاعت الموسم الماضي واللي قبله واللي قبل قبله وسلسلة من السنين كده الإسماعيلي بيعاني هتقول لي طبعا كريم ما هو يعني الإسماعيلي في ظروف صعبة صح الإسماعيلي ما عندهش عناصر كتير كويسة صح الإسماعيلي عنده إقاف قيد صح الإسماعيلي عنده مدارب محترم أيوة كابتن إقاف جلال مدارب محترم جدا وأنا على فكرة لما بقول الإسماعيلي في مشكلة دلوقتي ومحتاج يحلها بسرعة مش هدفي وأتمنى إن ده ما يحصلش يعني إن الإسماعيلي روح مغاير جهاز فني عشان لو غاير جهاز فني ودخل السلسلة ديت هيعيش مأساة أكبر بكتير أنا بتكلم إن كابتن إقاف جلال يفضل موجود بس الإدارة محتاجة تزق مع كابتن إقاف جلال محتاجين يحلوا مشاكلهم بسرعة محتاجين يرفعوا الكتب بسرعة الإسماعيلي محتاج تدعيمات في كم لعب صغير في الإسماعيلي بدأ يطلع وبدأ يبقى شكله كويس بس ده ممكن ما يخليش الإسماعيلي يكمل في الدور آه معلش أنا بصدمك كإدارة ناتي إسماعيلي مش عايز أصدم الجماهير ومش عايز أعلهم ومش عايز أقلقهم وإن كان هم فاهمين وشايفين الوضع بس بسرعة الحق والوضع ما تجيش في آخر كم أسبوع وتعاون الحق بعض وتعالوا ننقذ الموقف ويالله إيد واحدة ويالله رجالة ولعبوا زي ما بيحصل كل موسمة من دلوقتي إلحى نفسك من دلوقتي وأمن نفسك من دلوقتي الله يكون فاهم الإسماعيلي والله يكون فاهم جماهي الإسماعيلي دايما بقول الأمر ده طيب أنا بدأت الإسماعيلي النهاردة عشان الإسماعيلي همنا إسماعيلي نادي كبير ونادي عظيم ولها جماهيرية عظيمة جدا ونادي دائما وأبدا محبوم من كل الجماهير المصري بس كمان بجانب المباراة النهاردة اللي خسرها للإسماعيلي في موقف عظيم مر مرور الكرام على الكثيرين مر مرور الكرام وأنا مسك فيه بقى بإيدي وسناني بإيدي وسناني من زمان أوي أوي ما شفتش الإسماعيلي والأهلي بيبعثوا البعض خطابات شكر مليانة متح أيوة عشان نعرف إن الخبر ده عدى عليك انت موجودكم بتسمع الكلام ده الأول مرة النهاردة الأهلي بيبعث خطاب شكر للنادي الإسماعيلي والإسماعيلي يرد على النادي الأهلي بخطاب شكر طب إيه المناسبة؟ إيه اللي حصل؟ تعال بص الأول بص الأول خطاب النادي الأهلي بص الجمال السيدة المهندس نصر أبو الحسن رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي يسعدني أن أهدي سياداتكم تحيات السادة أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي وتحياتي للهو مين؟ الكابت المحمود الخطيب وبعد نتوجه لسياداتكم بخالص الشكر والتقدير للحفاوة البالغة خلال استقبالكم فريق مواليد 2007 لكرة القدم بالنادي الأهلي يوم الخميس الموافق 14-12-2023 بالشكل الذي يتناسب مع المصل العليا والقيم الرياضية الأصيلة وبما ينعكس على تأكيد الروح الرياضية بين أندياتنا العريقة وخاصة لما لمسنا من حسن استقبال من نديكم الموقر وإذ نرحب باستطافاتكم في أي لقاءات رياضية تكون على أرض النادي الأهلي مستقبلا مع تمنيتنا لكم بالتوفيق وتفضلوا بكبول فائق الاحترام والتقدير مرسل لسياداتكم من رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب يا سلام رد النادي الإسماعيلي على الخطاب ده بكلام في كل الاحترام والتقدير للنادي الأهلي في كل الاحترام والتقدير للنادي الأهلي إسماعيلي بيشكر النادي الأهلي بيقوله إحنا كنا سعداء إن أنتم موجودين في إسماعيلية وفرحانين ونحترمكم ونقدر قيمة النادي الأهلي يا سلام مر مرور الكرام مر مرور الكرام ليه كريم جايب طيب القصة دي ومكبرها قوي كده ليه هقولك ليه السنوات الماضية في ناس في قلوبها شر تيه تقولك إيه أصل الإسماعيلية ما يحبوش الأهلي أصل الأهلوية ما يحبوش الإسماعيلي أصل مش عارف سنة كام حصل إيه وحصل مش عارف إيه والكلام ده كله وده كله كلام فارغ في بعض الناس في بعض الناس الصغيرة بتصدقوا بص الإسماعيلي كاتبين إيه تصفو الضيافة وتزداد عزوبة بالكرم وخير أخلاق الرجولة النادي الإسماعيلي حريص على استضافة النادي الأهلي دوما بالإسماعيلية بالشكل الذي يضيك بقيمة الناديين يا سلام يا صلاة النبي في ناس بتحبش الخين وتحبش العلاقات الجيدة النادي الأهلي نادي عظيم وكبير النادي الإسماعيلي نادي عظيم وكبير دي العلاقة الطبيعية والمنطقية أنا مش بقولك يعني ايه في حي غريبة حصلت الغريب انه كان بعض أو كله من الإدارات في الناديين أو من أجهزة فنية أو من لعبين كانوا بينصاكوا وراء حاجات التعصب كلام بتاع التعصب وأنه الأهلي بيحبش الإسماعيلي وإسماعيلي بيحبش الأهلي وإذا ده بيش عاب بيتعمل عليه وده بيش عاب بيعمل إيه فيش كلام ده خالص طول عمر الأهلي والإسماعيلي علاقتهم عظيمة بعض من الخمسينات الناديين علاقتهم عظيمة وجبارة تبادل لعبين وتبادل ملاعب والصدافات فرق كل حكاية عظيمة تحية كبيرة وسقفة كبيرة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب تحية كبيرة وتقدير عظيم للإسماعيلي برئاسة الأستاذ نصر أبو الحسن برافو برافو أنا بكبر الموضوع دوت عشان جمهو الأهلي يسمع وجمهو الإسماعيلي يسمع ويشوف الإدارات بتاعة الأندية الأسماء الكبيرة في الأندية دي الأهلي والإسماعيلي بيتعاملوا إزاي يا رب دايما كل أنديتنا وكل جماهينا في علاقة عظيمة ورائعة زي اللي احنا شايفينه ده برافو برافو نروح لكسل العالم للأنديا نروح بقى لكسل العالم للأنديا بص مبدأين كده مباراة التحاجة ده الأهلي لعبها واكتسح فيها كل حاجة وكسب تلاتة دي كانت مباراة في الأصل صعبة الأهلي كسب مباراة صعبة بأداء لعبته وبأداءهم الرائع واجتهدهم وروحهم وحمسهم تمام؟ يعني الأهلي كسب فريق كبير علشان إيه؟ علشان كانوا بيلعبوا برجولة وبتركيز شديد جداً ما كانتش مباراة سعلاً وبالتالي أحب أعرفك وأقول لك علشان بس في بعض الناس بيقولوا كلامها غير لها أنا أقوله دوت بس أكد لك مليون في المية إن فريق فلومنينزي البرازيلي فريق كبير وأقوى من فريق اتحاد جداً فريق صعب جداً جداً هتقول لي ده معناه يعني أن الأهلي مش هيكسب هقولك لأ محتاج الأهلي بس يلعب زي ما لعب قدام الاتحاد بالتركيز وبالكوة بالحماس اللعب بيه كل اللعبين فينا ناس يقول لك أسوة مش عارف في السابع في الدول البرازيلي السوداء مش فريق كبير السوداء تاريخه مش عظيم السوداء مش عارف إيه ده كلام فارغ الفرقة دي جمدة الفرقة دي جمدة تعال أقول لك شوية معلومات عنها وهكلمك شوية عن مدربهم كمان بعد شوية عشتها في المدربهم دوت حاجة اختراع يعني تعال نشوف وأنا بقى أقلق من أي فرقة مدربها كبير ما يفريش معي اللعب أقعد المدرب يشارك فريق فلومنينزي في مونديال عندها بصفته بطل أمريكا الجنوبية بعد التتويق بكوبا لبرتادوريس على حساب فريق بوكا جونيورز الأرجنتين ده واحد من أكبر وأعظم فرق أمريكا الجنوبية والأرجنتين طبعا بنتيجة 2-1 في نوفمبر الماضي طوجة بالدول البرازيلي أربع مرات أخرهم نسخة 2012 فيما طوجة بلقب كوبا لبرتادوريس مرة وحيدة الأخيرة دي في 2023 أنهى الدوري البرازيلي في المركز السابع بعدما خاض 38 لقاء فاز في 16 وتعدل في 8 وخسر في 14 وسجل 51 وستقبل 47 حقق الفوز في 3 مبارات وخسر في مباراتين من آخر 5 لقاءات خاضها بمختلف المسابقات قبل مواجهة النادي الألم آه تعالى بقى عند إيه فرناندو دينيز فرناندو دينيز ده حكاية حكاية هقولك شوية معلومات عنه بعد كده هكلمكم عنه شوية مواجهة 27 مارس 1974 يعني عن 49 سنة قاد العديد من الأندية البرازيلية الكبرى خلال مسيرة التدريبية أبرز تلقى الأندية طبعا سوبولو وسانتوس نهاية إلى فلومنينسي حصد بطولة واحدة فقط في مسيرة التدريبية طوج بكوبة لبرتدورس مع فلومنينسي 2023 وهي البطولة التي قادت فريقه للتاهل إلى كأس العالم الأندية وفي يوليو 2023 أعلن الاتحاد البرازيلي لكلة القدم تعيينه مدربا مؤقتا للمنتخب البرازيلي خلفا لتيتي مع استمرار عمله بشكل طبيعي مع فلومنينسي وذلك لحين تعاقد البرازيل مع مدير فني دائم قادة المدرب فريق فلومنينسي في 113 لقاء حقق الفوز في 62 وتعادل في 22 وخسر في 29 وسجل فريقه معاه 197 هدف وستقبل 116 قادة منتخب البرازيل في 6 مباريات حقق الفوز في 62 وتعادل في لقاء وخسر في 3 وسجل 8 أهداف وستقبل 7 أهداف طيب ليه بقولك ان المدرب ده حكاية عنده قصة عنده رواية محتاج تركز معاه شوية ومرة أخرى بقولك إيه الفرقة اللي عندها مدرب جامد تقلق منها أكتر من اللي عندها العيبة جامده هو كده كده فلومنينسي عنده العيبة جامده بس هكلمك على العيبة بعد شوية طيب اللي فات ده كان معلومات عن المدرب فرناندو دينيس افتكي الاسم ده كويس عشان ده هيبقى واحد من أحسن المدربين في العالم كبان الراجل ده مدرب بيتقال عليه في البرازيل وفوق ربا انه جوارديولا البرازيل جوارديولا البرازيل طب ليه تقال عليه جوارديولا البرازيل عشان الراجل ده طريقة لعبه الكرة الممتعة اللي هي تيكي طاقة لو لمسة ولعبة ومساحات وحاجات وعش راح لك شغله الفني برضو هو زي ما انت شايف كده بيصفوه بجوارديولا البرازيل طيب لما تقالوا بقى ان انت جوارديولا البرازيل قال لهم لا لا تهزر يا عمي الناس بتكبر منها بتقولك انت جوارديولا البرازيل لا يا عمي يا سيدي انت جوارديولا احنا بنقول انت كده جامل لا انا مش جوارديولا ليه بقى انت مش جوارديولا قال لهم والله يا جوارديولا بيلعب على التمركزات بتاعت اللاعبين يعني كل اللعيب لقوا تمركز في الملعب وبيبدأ يشتغل على انه يخلق لهم مساحات يبقوا متواجدين فيها فيبدأوا يلعبوا على المساحات ديات في التمركزات بتاعتهم لكنها ما باعتمدش على التمركزات دي اوش انا اللعيب عندي مش هتلاقيها في تمركزات واضحة بنقول عليها احنا في مصر كده اللا مركزية فيش حاجة اسمها لها مركزية قوي بس منول عليها كده اللها مركزية اللي هو اللعيب يبقى في أباك المختلفة يعني مرسله مثلا في الليفت باك اللي هو الزهير الأيصر فجأت ليه في نص الملعب فجأت ليه ناحية اليمين فجأت ليه في السنتر باك في الدفاع عنده شوية لعبة كده طيب هو فلسفته ايه؟ فلسفة الراجل ان انا هلعب ان انا اخلق مساحات مش اخلق لعيب في المساح يعني ايه؟ يعني مثلا هتولي يا جماعة الصور هتولي الصور الفنان انه هو ايوه الصورة دي كويسة بس دي الصورة اللي بتبينها وقدر رايت وينج اللي هو الجناح الايمن رايح للجناح الايصر يعني مثلا مثلا ده بيرسيتاو وقف جنب حسين الشحات اللي كنت لسا بقولك عليه عدم التمركزات او اللي مركزات زي ما بنقولي احنا يعني هات الصورة اللي بعدها بص بقى يا سيدي شايف التكتل ده كل لعيبة فنومنانسي في حتة واحدة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة في منطقة صغيرة جدا طيب هو بيبقى هدفه ايه بقى من اللقطة دي هدفه من اللقطة دي ان انا هجمع كل لعبته مع لعبة المنافس وعلى الناحية اللي مين بقى خالص هكون مثلا في مساحة فضية خالص المساحة الفضية دي الكرة هتلاعب فيها هو بيخلق مساحة للكرة مش للعب الكرة ترمي فيها هيكون فيه واحد بقى جاي من اي حتة من فنومنانسي عنده مساحة فضية وعنده حرية وعنده نفس القصة هو جمع لعب في مكان بس بعدد كبير من اللعبين اخد بالك انا شو اقول لك برضو حاجة هو بيعملها بعب قرية يعني المدربين دايما يقول لك ايه جمع اللعب في مكان وبعد كده ودي الكرة في حيطة فضية بس هو بيجمع عدد كبير من اللعبين في مكان واحد وبالتالي بيجمع عدد كبير من اللعبين في الفريق المنافس في مكان واحد فبيعرف يخلق مساحة تترمي فيه الكرة وبعد كده يبقى فيه لاعب من فلومنانسي يظهر لهاجة الكرة اللي بيظهر ده بقى مين يعني هو بس النماء على الجناح الايمن ممكن يبقى الباك ممكن يبقى السنتر باك ممكن يبقى لعب النص ممكن يبقى الجناح ممكن اي حد فدي حكايته هو عنده فلسفة خاصة في اللعب طيب ده معنى ايه معنى للسادة لاعبي النادي الاهلي وطبعا مدربه ماء الكبير العظيم مارسل كولر محتاجين كل الزكاء الممكن في هذه المباراة هي مش حرب بالمناسبة المباراة دي مش حرب بدنية هو مش فريق بيعتمد على القوة البدنية يعني معظم فرق امريكا اللاتينية بتعتمد على القوة البدنية او المهارات الفردية لكن ده لا هو بيعتمد جدا على اللعب الجماعي وزي ما بقولك كده انك ازاي تغدع الخصم طول الوقت فانت محتاج زكاء كبير جدا كل لعب في النادي الاهلي يبقى عنده زكاء يبقى مركز جدا عشان هما بيغدعوا جدا بالضبط زي فرق جورديولا هما ليه شاب بيهو بجورديولا انت بيهو بجورديولا هيفضل يوديك في حتة وفجأة تلاقي نفسك تلادعت من حتة ثانية خالص زكاء طول الوقت بيضعب اللعب انها تاخد مواقف انه يبقى فيها زكاء فانت المنافس اللي هو النادي الاهلي ان شاء الله في هذه المواجهة يكون لعبيه في اقصى اقصى درجات التركيز لازم لازم فريق خطير نعم فريق صعب نعم الكسر بدانيا مش هنعم منها اوش يا خب بالك معدل العمار في فريق فلمنينزي مش صغير يعني مثلا احنا منتكلم على مين التلات نجوم اللي احنا عارفينهم اللي جامدين او في الفرقة دي اللي احنا دايما منتردد على اسمائهم عشان هما ليعبوا فاندها كبيرة بنور كينو كينو عنده كم سنة 34 سنة بنقول مرسله مرسله عنده كم سنة 35 سنة بلاش فيه ميلو بقى عنده كم سنة عارفين عنده كم سنة اللعب الكبير ده اللي لعب سنوات طويلة 40 سنة 40 سنة فان شاء الله الكسر بدانيا مش هنعم منها اوي وان كان طبعا 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 عندهم عناصر كبيرة دانيا عندها طاقة وهم بدانيا كبيرة المشكلة كلها او الحكاية كلها تكمن في انهم عندهم زكاة تكتيكي محترم جد فحنا لما بركزين اوي وده اللي هيفرقهم عن اتحاد جد اتحاد جد كان عنده صغارات تكتيكية وفنية كبيرة جدا حتى اسلوبه الهجوم كان واضح جدا فالقالي عارف يتعامل لكن الفرقة دي صعبة صعبة جدا ما تقرنش العناصر عشان في بعض الناس النهاردة بعض الزملاء حتى بيكتبوا ايه؟ اما انتوا كنموا على مرسلو وكينو وفي لين ميلو ده اتحاد جده كانتي وفابينيو وبنزيمة وحجازي اسمها اكبر كمان اصلا يعني صح على مستوى الافراد صح اكبر بس على المستوى الجماعي والتكتيكي والفني لا لا فريق اصعب كتير طيب الاهلي كسب اتحاد جده ازاي؟ كسبوا بالامور التكتيكية والفنية والجماعية صح كده؟ الاهلي يواجه بقى منافس شبه نفسه كده شبه شبه النادي الاهلي بس طبعا مدرب كبير جد جدا فرناندو دينيس المدرب ليه فريق فريق فلومنينزي والمنتخب البرازيلي ان شاء الله ربنا يكرم النادي الاهلي الساعات اللي فاتت تعرير صحفية قالت ان الاتحاد الدولي لقرارة القدم اسند مهمة اتدارة مباراة فلومنينزي البرازيلي في نصف نهاية كأس العالم للاندالي الحكم البولندي سيمون مارشينياك ده حكم كبير جدا ادار نهائي كأس العالم اللي فات 2022 بين الارجنتين وفرنسا طبعا هو موليد سبعينال 1981 عام 42 سنة وبدأ مسيرته التحكمية في 2002 وحصل على الشهر الدولية في 2011 ادار بقى طبعا العديد من النهائيات ابرزها كأس العالم في 2022 هكذا كلنا شايفينه يعني ارجنتين وفرنسا ونهاية دورة ابطال اوروبا في 2022 2023 بين منشستر سيتي وانتر ميلا بالمناسب حكم ده ادار قبل كده مباراة للاهلي والزمالك في نهاية كأس مصر في 2020 2021 الانتهى بفوز الزمالك بعدفين مقابل هدف واحد وادار 598 مباراة في مسيرته اشهر 2433 بطاقة صفراء و67 بطاقة حمراء بشكل مباشر واحتسم 263 ركلة جزاء يعني ده حكم كبير ورائع ويعتبر افضل حكم في العالم في الوقت الحالي ان شاء الله تبقى المباراة كويس كويس بالمناسبة الحكم ده تحديد دولة الكرة القدم تبقى ان العقوبات البطولة كاسعام للاندية في غرامات على اللاعبين او الاندية اللي لعبتها بتاخد انذارات وطرد طبعا الاهلي مودست خد طرد وفيه تاعة اربع انذارات كانوا في المباراة بس مودست يعني يعني كبيرت بسبب الطرد بتاع مودست بتتكلم في كم بقى بتتكلم في 50 الف فرانك سويسري 50 الف فرانك سويسري نصهم لمودست اصلا يعني بسبب الطرد والبقى للانذارات 50 الف فرانك سويسري دول يعملوا كام يعملوا حوالي مليون و800 الف جنيه مصري مليون و800 الف جنيه مصري طبعا هيخصموا من المكافأة اللي هلا ياخدها في كأس العالم للان داي يعني مودست لا رحم ولا ساب رحمة رب لا تدفل مش عارفكنا يعني ايه نسي تعاطف مع مودست يعني عادة بطبعي بقول ايه ما ولازم ياخد شوية فرص كمان بس يعني غريب عجيب غريب عجيب حتى البطولة اللي احنا كنا مستنيين نشوف فيها بقى مودست وعيطلع انا فاكر قبل المباراة بيقول مباراة تحت جده بتقول لكم ايه الاجواء العالمية بقى وبطولة العالمية هيشم ريحة اوروبا تاني وهيعيش اجواء فهيرجع مودست ملحقش الراجل ملحق يا دوبك دخل خرج دخل وخرج عميطة لو بتبقى ترايح زيارة كده ترايح متضرر رايح زيارة لحد وانت متضرر سعيستعمل واجب يعني فدخلت سلمت سلام عليكم والله يعني كويس لا تطمنت عليك مودست عمل كده بالظبط دخل سلام على عيبت الاهلي ومنتوا عليكم وعلى النتيجة سلام عليكم فمش عادر ما شوفتش منك حاجة خالص يعني بس الاهلي شاف غرامات كمان ماشي كهربا بعد طرد مودست بالمناسبة كان اقتر لعب وقف مع مودست وقعد يطيب خطره يعني ويوسيه ويهزر معاه واثر انه يحتفل معاه بالفوز على اتحاد جده ورقص معاه كتير جده رغم كده مودست كان في حالة صدمة وزهول من الطرد هو كان عايز بصراحة حسب معلوماتنا المودست كان عايز يظهر في كاس العالم الأندية بشكل كويس كان عايز يعني كولر من ناحيته دعم مودست وقف معاه برضو بعد المباراة وتكلم معاه وحاول يخفف عليه ويطيب خطره بعد الطرد بس خلاص يعني فرصة اللاعب فعلا كانت كاس العالم الأندية فرصة كبيرة يعني طيب بمناسبة الأحاديث يعني مارسي الكورا يتكلم النهاردة مع لعاب النادي الأهلي وقال لهم التالي ركز معايا قال لهم التالي وقال لهم المنافس المرادي مختلف هو بطل البرازيل وبالتأكيد هيلعب بكل قوة للوصول للنهائي لكن احنا الأهلي قدامنا فرصة كبيرة وتاريخية للوصول للنهائي احنا نستطيع ونقدر ولازم نعملها قال انتو بتصنعوا مجد كبير ليكم والجمهركم وانا واصف فيكم جدا وواصف قدرتنا على التأهل بشرط ان احنا نلعب بروحنا القوية وما نخافش من حد واحنا اللي نصدر القلق للمنافس زي ما عملنا في مباراة للتحاد اقول لكم حاجة نهاردة كنت قاعد شوية كده مع نفسه عما اللي شوف التصريحات وقرأ واسمع انا نفسي نفسي فريق مصري يلعب قدام بيب جورديولا نفسي شوف الاهل وبيلعب قدام بيب جورديولا نفسي بتقول لي يعني انت مبتقولش ليه منشيستر سيتي اقول لك مهلا اي لا يبلغ المدريد يعني اعظم فريف الكون يعني ومنشيستر سيتي طبعا يعني منشيستر سيتي يعني مش دواقت سلسية مش بقالل منه يعني بس اللي هو الجديد قدام بيب جورديولا في كاس عامل الاندية بطولة رسمية حكاية حلوة بقى حكاية حلوة حكاية عظيمة يعني ان شاء الله تكمل على خير يعني ان شاء الله معي عبر الهاتف الان الكابتن محمد عبد الكريم المدرب بالعام لفريق المصري البورسيدي كابتن الكبير واحد من الاشخاص المحترمين جدا يعني جدا كابتن محمد مشرف ومنور سعيد جدا بتواجدك معايا خير يا كريم وتحياتي ليك وتحياتي للطعم العامة لانا الشرف لي ان اكون معاك ووحشني جدا ودايما متقلق دايما وحشني ودايما متقلق ودايما مبدع وكان عندك مسؤولية كبيرة في المباراة الاخيرة امام نادي الزمالك يعني الحمد لله الحمد لله فضل عند ربنا مسؤولية كبيرة ومش انا الواحد الجهاز كله طبعا ووجود الكابتن علي كان موجود معايا في الوقت يعني بس الحمد لله وربنا ربنا كفاءة بمقصد كبير على نادي كبير بلوهر بلوهر الزمالك وقبروك لنادي المصر وجمهور واللعيبة والإدارة الحمد لله نفسه مهم على تلقى كبيرة المباراة دي صعوبتها ان الزمالك فعلا كان بدأ يفوق وفيق جدا كابتن معتمل جمال عمل سلسلة انتصارات مجترية خمس انتصارات فانت داخل لتلعب مع الزمالك وهو فيق يعني فيه فترة كان الزمالك فيها مش فيق فكان بعض المنافسين يقولك انا كويس ألعب مع الزمالك دلوقتي لكن تلعب مع الزمالك وهو فيق وقدر تكسب المباراة بهدف دون رد يعني زي ما انتبتول احنا درسنا في سرقة كويس قوي ووجود الكابتن علي قبل ما يسافر المغرب كان موجود معنا واتفرجنا على زمالك كويس قوي وقدرنا نتمرن على أقص المفتاح لها بناس الزمالك اللي متمثله في زيزو وكنا نحطينش كابلا ان هو يبق اوباما وصيف الدين الجزيري فالحمد الله قدرنا نفرع مفتاح ناس الزمالك وانه ناس الزمالك من صارات متتالية مع الكابت المعتميد وعندهم ثقة وعندهم دعم جمهور ودعم المجنة في الزرق فلو ما قابلناش الكلام ده بالروح العالية وبالتزام داخل الملعب قابلنا مشكلة لكن الحمد لله اللعيبة بصراحة قدوا مباراة عليها جدا تكتكيا وكل واحد كان ليه دور ده نقف السهل وقددنا نستغل المساحات اللي احنا قلنا عليها بين قابط الضهر فالحمد لله يعني من خلالك كمان بقول ان برضو عدم موجود الكابت المعالي ده دافع للينا كجاز ثاني وكلعيب ان احنا نحقق المسكب ده مستر كامل ومستر موسى كانوا معنا طول الوقت رعا تلفونات زي ما عارف انت ورشة عمر كانت معمولة كريم في 48 ساعة وطوف الطيران كمان لأخوات الكابت المعالي ده تسببت لنا يعني ثقة أكثر فالحمد لله الحمد لله قدرنا في الآخر نحقق الهدف اللي احنا كنا من بداية من بعد مارش نبي كنا عايزين فيوصول يعني من بعد مارش نبي عقومه بعد مكتب مارش نبي في نهاية المباراة حفرنا وبدلنا التفكير في مارش الزمالك فقدرنا انهوصول بالهدف اللي احنا كنا عايزينه بعد المارش فالحمد لله عنفصل كابتن كابتن عبد المصري اهدافه ايه الموسم ده عالي الزارع فينا دي. واحنا الجهاز كله كده يعني الجهاز كله كده. الطموع الطموع لحد فينا يا كابتن محمد. ما اقولك احنا الجهاز احنا طموحنا مالوش مالوش حدود يعني. لكن الموضوع اه نادي مصر دا دي كبير. وجمهوره جمهوره عظيم يعني احنا اكثر حاجة بتساعدنا ان ان مجلس ادارة وجمهور ده بيرجع المشوار بالعبور بالعرض ده وسعيد. لكن الموضوع هيصبر. احنا نتمنى بس ان نتمنى السنة دي. اه الفريحة بنعمل فرقة برضو اعتبر جديد احنا في حوالي اتمنى عيب جديد. احنا في حوالي تمنى تسعة مطشوات هتلاقي برضو افضل كل ما عدد المباراة بزيد هتلاقي الفرقة المصري افضل. احنا نتمنى احنا نتمنى ان شاء الله نكون نكون في المربع. يعني احنا كجهاز بصراحة ومجلس ادارة نستنى نحقق بطولة للجمهور ده. لكن كل حاجة بالصبر مش بالتفرق. صح. طب كابتن محمد فضل. كابتن محمد اسألك على مروان حمد موضوع تقفل خلاص نهائيا ولا لسه فيه كلام فيه. بص كريم موضوع مروان مروان لعيب لعيب كويس. لكن موضوع مع الكابتن علي ومع مع عدوة النادي. فهم موضوع مروان مع خصوصا الملف ده مع الكابتن علي ومع عدوة النادي. هو بيتضرب مع الكباري دلوقتي ولا ما بيتضربش. احنا كنا اجازة فبرضو مفهول ان فيه قرار بعد. صحيح. كابتن محمد عبد الكريم مدارب عام المصر. بشكرك شكرا جزيع لهزي المداخلة. واحمد الناس المحترمين جدا جدا يعني. طيب. نرجع تاني للاهلي. تعالوا نروح نشوف تصريحات من لعيبة النادي الاهلي بعد ما فازوا على الاتحاد تصريحات حلواوي. نشوف ونرجع نكمل كلامنا. المقابلة كبيرة مع فريق يملك من النجوم عدد كبير. لكن يلاعب بزادة فريق كبير اسمه النادي الاهلي. الكبر نادي في افريقيا. النادي عنده من الخبرات اللي لازم ان يكون موجود في المسابقات الكبيرة كيما كاز في العالم الانديا. الحمد لله طولة الاسبوع كامل حضرنا المقابلة متاعنا كما يلزم. عرفنا نقاط قوة فريق الاتحاد ونطاقات الضعف متاع. ولعبنا على نقاط الضعف متاع. الحمد لله توفقنا. سجلنا اهداف كنا ممكن نسجد له اكثر. لكن الحمد لله انتصار اه يخلينا نحضر ان شاء الله مقابلة تسمي فينا في اجواء ممتازة. ان شاء الله السنة هذي نكونوا نعديه ان شاء الله النص النهائي. هاكيد عنه ان شاء الله الوقت الكافي باش نحضروا المقابلة متاعنا باش نشوفوا المنافس. اه نفرحوا اليوم ان شاء الله. ومن غدوة نبدأ نحضر المقابلة بتاعنا بتاع النص النهائي. نعرف انه مش تكون مقابلة كبيرة تستنى فينا مع فريق برازيلي. لكن ان شاء الله الروح اللي كانت موجودة اليوم تكون موجودة المقابلة الثانية ان شاء الله. انت بتلع في كاس العالم سبع فرع الموجودين كلهم ابطال. كل واحد بطل يعني النادر ده حد بطل الدور السعودي. احنا ابطال افريكيا. كل الفرق اللي موجودة سبع ابطال. فما فيش حاجة اسمها فريق ضعيف وفريق قوي. لا خالص بالعكس. احنا قدرنا نحتر من هذا الاتحاد النهاردة زي همهما كانوا محترونه. فعشان كده قدرنا ربنا يا كريم احنا قدرنا ان احنا التفاوق عليهم النهاردة. بحمد ربنا بشكر فضله النهاردة على المكسب والاداء واللعيبة الرجالة. كلهم كانوا روحوا واحدة وعلى قد المسئولية. طبعا فريق الاتحاد فريق محترم وفريق قوي. احنا نزلنا من الاول ما جئنا اصلا مركزين معاهم واشتغلنا في الملعب على النقطة الكوة بتاعتهم ونقف الضعفة وعرفناها وذكرناها كويس. الحمد لله طبعا كان ربنا يا كريم النهاردة وقدروا وفاقنا وطلعنا بفوس كويس محترم يلق بالنادي الاهلي وجمهيره طبعا طبعا فريق محترم طبعا هنقف خلاص احنا هنفرح النهاردة هننبسط كل حاجة بس هنقفل من الاول بكرة هنبدأ نشتغل على على الماتش اللي جاي بإذن الله ونقدر نعمل حاجة بإذن الله نركز فيها الماتش الجاي نقدر نصعد بها لنهاء إن شاء الله. دي تصريحات لعيبة النادي الاهلي بعد الانتصار الكبير بسلسية مقابل هدف واحد على الاتحاد تحت جدا السعودي. نشوف تصريحات لعيب الاتحاد بعد المباراة ونرجع نكمل. كنا كان مدينة للفوز. اتوقع جانا بالانتي اخر الدجايج ممكن اه في الشيطة الاول ممكن تغير مجالة مباراة بالكامل. اه ما نكتب. اه الاهلي طلع بشكل افضل من نفذ المباراة. لكن اه نعتذر من جمهورنا نعتذر من الجهاز اليداري. او نعتذر من الشعب السعودي. اه نقول ان شاء الله البطلات الجاية نقدم الافضل افضل. الحمد الله هذا لكنا. كان بدنا اليوم نفوز. لكن ما كتبتنا اليوم المباراة. الحمد الله هذه كنت قدم. لازم تقبل الخسارة. زي ما تفرح بالفوز. قبل الخسارة. اه ممكن ظروف شوي. ما اخذنا باتنا. كان بلانتي وضع. هذا حال كرة قدم. اه جاهم بلانتي سجلوا. توفقوا. اه اليوم وبيون. لقد احدث احمد بامسعود فارقا كبيرا في الفريق. عندما بامسعود دخل المباراة بشكل جيد حقا. وضغط على احد افضل لعب الفريق وهو بيرسيتاو. وبعد ذلك ليس فقط بسبب كلمات مدرب الاتحاد. ولكن لاننا ادركنا اننا يجب ان نلعب على ارضنا بشكل افضل. وكان لدينا فرصة كبيرة للذهاب الى نصف النهائي. لذلك عرفنا انه اذا اردنا تغيير النتيجة كان علينا ان نلعب بشكل افضل. وان نضع المزيد من القوة. وان نكون افضل في اتخاذ القرارات عندما تكون الكرة بحوذتنا. وعلى الرغم من انني اعتقد ان الفريق لعب بشكل افضل ووحدة اكبر في الشوط الثاني. الا اننا استقبلنا هدفين في وقت قصير. وبعد ذلك كان من الصعب العودة الى المباراة. طيب دي تصريحات فابينيو. وفابينيو بيقولك ان بيرستاو احد افضل لعبي النادي الاهلي. مش. لعبتنا كلها جمدة جدا. جدا يا مش بيرستاو بس. تعال نشوف تصريحات بقى لعبي فريق فلومينينسي البرازيلي قبل مواجهة النادي الاهلي عشان تصريحات ايضا مهمة جدا. يجب ان نحلم باشياء كبيرة. انا سعيد واريد ان اشكر الله على هذه التجربة. لكن كما تقول مع اقتراب الساعات من المباراة التالية. فان القلق يتزايد ايضا. انا هنا للمساعدة. واريد المساعدة. ندرك ان الامر سيكون صعبا لان هذه البطولة صعبة للغاية. لكننا نريد ان نتعامل معها خطوة بخطوة. نحن نركز فقط على المباراة الاولى في نصف النهائي. اريد المشاركة ومساعدة الفريق. كما قلت هذه بطولة معقدة للغاية. يجب عليك خوض مباراة تلو الاخرى. ستكون المواجهة صعبة. نحتاج الى اظهار افضل مستوى لدينا. افضل نسخة من فلومينينسي. في الوقت الحالي هناك مبارتان فقط متبقيتان. ومن الناحية النظرية يقول الجميع ان الامر اسهل ولكني اعتقد انه سيكون صعبا على اي حال. في عام الفين وخمسة وعشرين سيكون الامر اكثر صعوبا. لانه سيكون هناك عدد اكبر من الفرق الاوروبية. وستكون ايضا بطولة تنافسية للغاية. يحاول الجميع الفوز بها. نسيب الاهلي مؤقتا. وكاس منشستر سيتي هيكسب الراوة الياباني. هقول لك غالبا يعني. غالبا يعني. وده منشستر سيتي النهاردة لسه اخد خبطة قبل ما يسافر. خبطة تقيلة يعني. خبطة تقيلة تقيلة يعني. خبطة تزعل يعني. كان كسبية اثنين واحد. واخر الوقت كريستاب بلس يتعادل اثنين اثنين عشان يوصل منشستر سيتي تعصراته في الدوري الانجليزي. كان في تصلاحات الشباب بعد المباراة بيب جورديولا لو هي جاهزة معنا نعرضها برضو. بيب جورديولا كان قال كلام عن كاس العالم للاندية. وتحدث. جاهزة لو جاهزة نعرض. يلا بينا. يلا بينا. لم يكن حظا سيئا. لقد كانت تعادل مستحقة. لقد اهدرنا نقطتين. عندما تعطي الخصم ركلة جزاء كهذه فانت تستحق ذلك. وعندما ترى الفرص التي صنعناها والفرص التي سمحنا بها تجدها متشابهة تماما طوال الموسم باستثناء مباراة تشيلسي. لكننا غير قادرين على حسم المباراة. كان الفريق جيدا جدا. لكن في النهاية عندما تمنح ركلة جزاء لكريستال بلس فانك لا تستحق الفوز. المباراة امام توتنهام وليفرقول كانت ممتازة. لكننا لم نتمكن من الفوز بالمباراة. ما حدث هو اننا لسنا ثابتين بما يكفي لحسم المباراة. ووراء ذلك يقف العديد من الاسباب. ست ساعات او سبع ساعات من الطيران. ثلاثة ايام فقط للتعافي. وثلاثة ايام للنهائي الذي من الممكن ان نلعبه. هذا هو واقع الامر. الان نحن محبطون. وعلينا استرجاع الروح المعنوية باسرع ما يمكن. والذهاب للمنافسة هناك. ماشي. بيب بيب جورديولا. ان شاء الله بإذن الله بإذن الله اهلي لعبه في النهاية. على فكرة مانشستر سيتي بيعاني الفترة الاخيرة ليفربول. فأحسن حول ليفربول عنده مواجهة كبيرة جدا. امام ماتشستر. يونيتد. بكرة ساعة ستة ونص في الدول الانجليز. دول الانجليزي مولع. مولع. تشيلس كيسب النهاردة كمان. والدنيا تييلة يعني. تييلة. كله داخل في بعضه. كله داخل في بعضه في الدول الانجليز. ليفربول ينافس. استنفيللا. استنفيللا بينافس. أرسنال طبعا ينافس. ماتشستي ما زال في الصورة. يكسر بيبص من بعيد. كان لسه كسبان فلهم كماني نهاردة لاشيء. وكله داخل بتقوله. كله عايز ينافس على الدول الانجليزي. توترهم كمان عامل موسم محترم جدا لحد دلوقتي. دول الانجليزي نهارة جماعة. نهار دايما ممتع. دايما ممتع. طيب. معادي دلوقتي عبر الهاتف آآ ريكاردو آآ برينا. حارس مرمى وقائد فريق فلومينسي البرازيلي السابق. يا فندم مشرف ومنور على التلفزيون المصري برنامج رقم عشرة. انا مبسوط جدا ان انا اول مرة اكون على لقاء في قناة مصرية. انا كنت موجود في مصر قابلي كده. ولكن عمري ما كنت اتخيل ان انا ممكن اخش عن طريق مكالمة هاتفية مع احد النجوم آآ آآ المصريين. انا بشكرك شكرا ان جزيلا ان اتشرف دايما بتواجدك معنا. بالتأكيد سؤالي الاول ليك يخص المباراة القادمة مباراة الاهلية وفلومينسي في كأس العالم ليه على اندية. كيف ترى كيف تتوقع هذه المواجهة. هو ماتشا هيبقى صعب جدا بعد ما احنا اتفرجنا على ماتشا الاتحاد والاهلي. الفريق المصري فريق الاهلي هو يعني معروف افريقيا كويس جدا. ولكن برضو احنا مش هننسى ان الفريق فلينسي البرازيلي هو من احسن الفرق اللي موجودة في البرازيل. ولكن اه طبعا الموضوع مختلف عشان خاطر الفريق المصري لسه يعني خارج من من ماتش اه ومن فريق قوي جدا زي الاتحاد. وكان هتبقى روحه يعني احسن بكتير لان لان هم الوقت يروحهم اعلى ونفسيتهم اعلى. فطبعا الموضوع هيبقى صعب علينا شوية. مش مش هنتحك يعني على نقود نقول ان احنا هنبقى احسن منهم بكتير. لا 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 هيبقى ماتش يعني هيبقى ماتش قوي. هيبقى ماتش قوي جدا. وطبعا انا قلبي بيدقك جميل جدا وانا بكلمك دلوقتي لان انا طبعا برازيلي وبشجع الفريق البرازيلي. واتمنى ان احنا نكسب يعني. ولكن الاهلي دايما عنده مفاجآت. زي ما عودنا وشوفنا الاهلي مع في اوروبا في ريال مدريد. شوفنا الاهلي مع الاتحاد. عندهم نجوم قوية جدا. عندهم روح احسن ما هم بيلعبوا كرة. فدي حاجة تقلق البرازيليين يعني. عظيمة جدا. انت فرجت على مباراة الاهلي والاتحاد. اتفرجت عليها بالكامل. انا يعني اتفرجت على بعض الاطاط. انا كنت شغاله. ملحقتش اتفرج على الماتش كله. بس انا جبت الحاجات المهمة في الاخر عن طريق النات. وللاسف كنت مخضوط جدا من طريقة اللعب واهداف المباراة اللي جاية واحدة ورد تانية. وطريقة اللعب الاوروبية اللي هو محدش متعود عليها. احنا كبرازيليين لما بنسمع عن مصر عمرنا ما بنتخيل ان في حد بال يعني طريقة اللعبة اللي هي بتاعت اوروبا. ولكن الفريق المصري ومن الواضح ان هو متضرب كويس جدا. وعنده بطولات بتأهله لذا. عظيم جدا. فرور ما ننسي بقى انت شايف ايه ابرز العناصر او ايه ابرز نقاطه القوة في الفريق البرازيلي اللي ممكن يزهر او تزهر في مباراة الاهلي بشكل كبير جدا. فرناندو نينيز هو عمل مجهود كويس جدا وحد مونديال واحنا بنصق فيه جدا. وواسكين ان كل مرة الفريق هيزهر بطريقة احسن من الاول. حاليا في فيديوهات بتحصل من الفريق تحفيزية ودي الطريقة اللي احنا بنحفز بيها بعضينا حتى افتكر وانا لاعب في الملعب. احسن طريقة كنا بنحاول ان احنا نحفز بيها بعض. كانت عن طريق الميديا. ونحاول نزهر امام كل الناس ان احنا اه يعني الموضوع مش فارق معنا زي ما ما يعني الناس متخيلة عشان نحاول نخش روح المباراة واحنا جاهزين مية يعني مية في المية. واحنا برضو اكيد في نقط احنا هنشتغل عليها زي اللي حصل زي الطرد اللي حصل ده هيفتنا كويس جدا. لعيبة 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 البرازيلي هما قادرين هما ابطال هما مش اول مرة يخدوا تجربة. وهما قد المسئولية واحنا كلنا بنصق فيهم في البرازيل. مين من اللعيبة تتوقع تقلقه في المباراة القادمة? لعيبة في الرومانينزي. انا اخليني مع فابيو. فابيو حد من احسن اللعيبة اللي احنا ممكن ناصق فيه. اه فابيو انا بحبه عن طريق الشخصي انا بحبه شخصيا احنا كنا اصدقاء حتى وانا في الملعب. انا بصك فيه كويس جدا لحد النهاردة احنا في تواصل ما بينه. بكلمه من وقت للتاني. انا حاليا مش متواجد في في البرازيل ولكن انا بعرف اتواصل مع فابيو بالذات لان فيه ما بين اتصالات وهو مطميني جدا على الفريق. ميكاردو برين حارس مرمى وقائد فريق فرومانينزي البرازيلي السابق. انا بشكرك شكرا جزيع على هذه المداخلة. بيقولك الاعلي فريق اوروبي. اتخذت بالك? بيقولك احنا لما شفنا الاعلي تخضينا. خوفنا. واناش متوقعين انه فيه فريق من مصر بيلعب كرة اوروبية. ان شاء الله باذن الله ربنا يكرم يوم الاثنين. باذن الله. طيب هيب بعد شوية معنا صديقنا محمد جمال من السعوداء يقول لنا اخر اخبار وكواليس بعثة النادي الاهل ما قبل مواجهة فرومانينزي البرازيلي. بس انا اقولك الاول اخبار ما اعتماد الاجهزة الفنية والادارية لكافة الالعاب الرياضية بالنادي الموسم الفين تلاتة وعشرين الفين اربعة وعشرين. وابرام واعتماد اقود اللاعبين المميزين مواليد الفين وخمسة الفين وستة بفرق الناشئين لكرة القدم بالنادي وعددهم تمنتاشر لعبا. كمان تعيين الاستاذ الدكتور محمد عمر سليمان. استاذ طب واجراحة العظام بكلية طب الاصر العيني. مستشارا طبائي متطوعا للنادي. واعتماد تحقيقات الادارة القانونية بشأن مخالفات وتجاوزات بعض الاعضاء العاملين بالنادي. واقاف من ثبت ادانته لمدة تتراوح بين ستة اشهر وسنة. وشمل الجزاء اقاف اولياء الامور حال وقوع المخالفة من الامناء القصر. وشمل القرار 14 عضوا تأكيدا لسياسة النادي في فرض النظام والاندباط. ايضا تعيين الكابتن محمد حلمي رئيسا لقطاعات الناشئين بالنادي لكرة القدم واعتماد الهيكل الاداري النادي. ولازل تم اعداده بمعرفة احد اكبر المكاتف الاستشارية المتخصصة في مجال الهيكلة الادارية. دعا نكمل مع نادي الزمالك وعبالما محمد جمالي جنة. مصدر مقرب من احمد مصطفى زيزو. قال لنا ان نادي الشباب السعودي ارسل بالفعل عرضا رسميا لنادي الزمالك. ده تبقى لمصدر مقرب من زيزو. المصدر قال لنا ان بداية المفاوضات كانت شفاهية وبعد 48 ساعة ارسل نادي الشباب عرضا مبدئيا لنادي الزمالك وقيمة 6 مليون دولار مع تأكيد من مسؤولي النادي السعودي بامكانية رفع العرض في حالة الدخول في المفاوضات. ده عرض مبدئي من نادي او الشباب السعودي لزيزو. بس هو بيشوف رغبة الزمالك ايه الاول. طيب بالنسبة للزمالك فالكابتر حسين لبيب والكابتر احمد سليمان. الكابتر حسين لبيب رئيس النادي والكابتر احمد سليمان والكابتر حسين السيد اللي هم مسؤولين عن ملف كرة القدم في الزمالك. رفضين تماما تماما فكرة بيع زيزو. لكن في بعض الاسوات الاسوات القليلة مش الكثيرة. في مجلس ادارة نادي الزمالك شايفين انه ليه لا? ليه لا ازيزو يتبيع ونحاول ناخد عرض كبير من الشباب السعودي وده يحل كثير من الازمات والمشاكل المالية في النادي. ولكن ناحة تانية الرأي اللي بيقول لا مستحين بيعزيزو شايف انه بيعزيزو في الوقت الحالي ممكن يعمل مشكلة كبيرة للفريق على المدى الطويل ويعمل غضب جماهيري كبير. وطبعا هيبقى في صعوبة في تعويضو. الارب ايه? الارب ان الزمالك مش يبيع زيزو. انا بقول لك اهو. بنسبة كم? بنسبة تسعين في المية مش انا مش في المجلس الادارة. بس بنسبة تسعين في المية بحسب الرغبات الاكثر يعني ان الزمالك مش نوي بيعزيزو. بس عشان العشرة في المية دي بقول لك وارد انه الشباب بيرفع عرضه يبقى عرض مغري جدا لنادي الزمالك فنادي الزمالك ساعتها يقول لي لأ. الله هو يعني. بس ما عطقتش الزمالك هيبيعه بست. ستة مليون لار. ولا تمانية. عشرة ممكن يبدأوا يفكروا ويتفاوضوا اكتر. بس كده كده اقل من عشرة انسى الزمالك مش هيبيع. طب عشرة الزمالك هيبيع? لأ مش اكيد برضو. بس هنا بقى هنبدأ نتكلم في النسب المقاوية. هقول لك والله خمسين خمسين ستين اربعين. هنقعد نحسابها. لكن اقل من عشرة كده كده ما في المية الزمالك مش هيبيع. انا بجيب لك من الاخر اهو يعني. طيب. زيزو نفسه طلب من ادارة نادي الزمالك انه يتم فتح باب القيد عشان هو عايز يشوف الزمالك في تدعمات الفترة اللي جاء عشان هو حابب يكمل مع نادي الزمالك بس لما يبقى فيه فريق قوي فريق قادر على جايد زيزو. مصدر اخر داخل نادي الزمالك قال لنا في رقم عشرة ان العبي نادي الزمالك حصلوا على عشرين في المية من مستحقاتهم المالية المتأخرة عن الموسم الماضي. وقال لنا المصدر في نادي الزمالك انه تم صرف اه انه اه لم يتم صرف اي مستحقات مالية تتعلق بالموسم الحالي. يعني هما صرفوا العشرين في المية من الموسم الماضي. بس ما فيش اي حاجة تصرفت عن الموسم الحالي. وان اللاعبين حصلوا فعلا على مكافئات الفوز فيه المباراة بشكل منتظم منذ ثواجد مجلس الادارة الجديد برئاسة حسين اللبيب. لكن لسه ما خدوش مستحقات الموسم الحالي. الجاي ده خبر انفراد لرقم عشرة. ننفرد به هنا في رقم عشرة. وهو اسماء الحكام اللي وقع عليهم الاختيار. اختيار من بيتور بيرير رئيس لاجنة الحكام لإدارة مباريات بطولة كأس السوبة للأبطال في الامارات بمشاركة النادي الاهلي وبرامد زواصينامية كليوباترة ومودر نفيوتشر في الفترة من خمسة وعشرين لتمانية وعشرين ديسمبر الجاري. مين بقى الحكام؟ حكام ساحة اللي هيدينوا المباريات دي اللي اخترهم بيتور بيرير لإدارة مباريات السوبة للأبطال. حكم ساحة كابتن محمد البنة كابتن امين عمر كابتن محمد معروف. الا 4 دول. الا 4 دول. حكام المساعدين هيبقى الكابتن محمود ابو الرجال كابتن احمد حسام طهى كابتن سامي هلهل. كابتن يوسف البساطي كابتن هاني عبدالفتاح وكابتن احمد توفيق طلب والكابتن سامير جمال والكابتن واقل شعباء. على البار هيتواجد الكابتن محمود عشور وطارق مجدي. كابتن طارق مجدي والحكام كلهم هيسفروا للامارات يوم اتنين وعشرين ديسمبر الجاري بإذن الله دي الحكام اللي وقع عليهم الاختيار لإدارة مباريات سوبر الأبطال بعد ما اتخذت لجنة الحكام ومع اتحاد الكرة قرارا بإدارة الحكام المصريين لمباريات السوبر الأبطال دون مشاركة حكام أجانب نروح لصدقنا العزيز محلل رقم 10 من السعودية محمد جمال عبر زوم يقول لنا كواليس وأخبار النادي الأهل ما قبل مباراة فلومانينزي وما بعد مباراة اتحاد جدة السعودي تعالوا نتكلم جيمي من ورد دونيا حبيبي يا كيمو أخبارك إيه كله زين فل الحمد لله الأجواء مفرحة وسعيدة أكيد طبعا في الشارع في التمرين الأجواء هادئة والفرحة خلينا أقول لك فيه فرحة كبيرة جدا جوا فريق النادي الأهلي لكن النهاردة كان فيه إصرار من مرسل كولر إنه أكد للعبين إحنا الفرحة خلصت مباراة قال لهم كده نصا قال لهم الفرحة خلصت مباراة إحنا خلصنا انبسطنا عملتوا مبهود الكل شكركم عليه إحنا سعداء جدا باللي إحنا عملناه لكن إحنا لسه موصلاش الهدف اللي إحنا عايدينه الهدف اللي إحنا عايدينه هو مباراة كله من الزي أتكلم مع اللاعبين كان فيه جلسة مع اللاعبين أكتر من جلسة النهاردة الجلسة دي كانت جلسة في بداية المران بعدين كان فيه نص ساعة تحت إشراف أندريا مخطط الأحمال بتاع النادي الأهلي فك عضلات وجلسة بدنية يعني لمدة نص ساعة لللاعبين اللي اشتركوا فيه المباراة أمس وجلسة متخصصة للحراس الأربع حراس اللي موجودين مع ميتشال يانكون ده كان الجزء الأولاني بعد كده كان فيه محاضرة من كولر مع اللاعبين محاضرة فيديو تكلم معهم على فرق تلومنينزي وعلى الشكل اللي يلعب بالنادي الأهلي على الصعيد النظري النهاردة كان زي ما قطي لك معظم الأجواء محاولة للتجهيد البدني خططية كلام لكن الشغل الفاكتكال أكتر هيكون بكرة في المنار الرئيسي قبل المباراة بكرة إن شاء الله عظيم جداً يا جيمي سؤال اللي جاي لك يخص فرومنينزي والكلام بدأ يتقال إنه لا ده أسهم من الاتحاد ده الاتحاد عنده بنزيمة وعنده فابينيو وعنده كانتي وعنده حجازي وعنده رومارينو وعنده أسماع عظيمة جداً الفريق فرومنينزي عنده لعيبة برضو زي مارسيلو فليم ميلو وكينو بس الناس دي كلها 34 35 40 سنة فهناس كبيرة يعني مش هي نفس النجوم اللي كانوا موجودين في الاتحاد هل فرومنينزي أسهل من الاتحاد؟ خالق أيوا يقول لي بقى مدرسة مختلفة تماماً عن المدرسة العربية حتى لو كان عندهم مجوم بمنتغة البساطة فريق فرومنينزي دي بطل كوبا وبرتدوري سكري بتتكلم على فرقة كذب كل الفرقة البرازيلية والفرقةinen اللي موجودة وما فيهم لايبين دوليين فرقة متمرتة وقادرة أنه تعمل ده شكل مختلف تماماً بمنتغة البساطة عندنا صعوبة في التعامل معايا لما تيجي تسألني هل إحنا بنعرف نلعب مع لعبين الأوروبيين أو اللعب اللاتينة إحنا عندنا مشكلة في اللعب مع اللعب اللاتينة يصبح يصبح نمزي فريم مميز جدا عندهم عناصر خبرة عندهم عناصر صهيرة عندهم أندريب وصل مالعب درجة مرشح أن نروح لفيرفول بداية الموسم إذا ما كانش في الانتقالات شتوية يكون في الانتقالات الصيفية عندهم عناصر خبرة كتير جدا جدا ما ينفعش أقوله علينا 33 سنة لقب فيه الستاندر ده وقول له والله يا أسلم لعيب عواكيد ده مش حقيقي وده مش مظبوط أنه أنا أقوله وأتعامل مع هذا الممطلق النقطة الثانية هو فريق مرعب هجومية عندهم مشاكل دفعية بالجملة مشابه بقى هنا للتحاد جدا فريق في الخط الأمامي مرعب لكن في الخط الخلفي عندهم مشاكل كتير جدا حدثوا لحرج العودة لما كانت مركز المساحات اللي بيخلقوها لأنهم بيلعبوا طريقة غريبة شوية يا كريم في الهجوم بيعملوا أفرلوت بجابة من الجبهات بقى مش باتنين وثلاثة لقى بيعملوا يعني إيه أفرلوت يعني بيعملوا زحمة وضغطة على حامل الكرة أو هم معهم الهجمة بربع لعبين على الآل بجابة من الجبهات بطريقة شبه اللادر شبه السين اللي بلعيبوا جميع جميع أنا بعتذلك وبعتذل جدا عشان قبل ما تخش معايا أنا كنت جاي بحاليات استغلت اللي انت مش موجود تمام وأعطي أقولي الكلمتين اللي انت قلتهم دول بصراحة يعني قلت مصلحة بقى قلت مصلحة بقى جيم مش موجود معايا بقى فهعمل حركات بقى وحالات وكده كامل يا جيم مفتقدينك بالمناسبة يعني والله أنا أكثر ففرقة فرقة فلمانين دي فرقة ممتازة جدا هجوميا عندهم مشاكل دبعية شبه يا فرقة التحاد جدة ولكن الأهلي داخل فرقة التحاد في المبارات التحاد جدة باستنفار كبير احترم فرقة التحاد جدة اشتغل عليهم بشكل جيد اللعبة كلها كانت في الموعد قادرين يبقى عندهم الثقة والعدو ليتعاملوا مع الضغط الجماهير وحجم النجوم مثل تلعب منتخب عالم مثل عبر المدريد والشيلسي واق 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 فأنت كان عندك مشكلة في التعامل مع ما كانش عندك مشكلة في التعامل مع ده فأنت لازم وانت ذا كان مبالات فلمانين دي تجدهم قدرهم دول بطر كوبارة برسدوريك الأهلي في النسخة الماضية كان بلاعب فلماندو وكان مسيطر على كل شيء لحد ديها 75 مجرد انه سترخة أو طراخة أو كان عنده بعض الأخطاء السلبية استقبل هدفهم وخسر المدالة لترونزي فإذا كنت بتدور على التارجت وبتدور ماك توصل للفاينال للمرة القولة بتاريخة تلون المدالة اللي انت خذتها ثلاث مرات قبل كده لازم تحترم في اليومين دي اللي هو في المناسبة فرقة ثاني يا كريم بأكد أقول مرة المليون مر عيبة هجومية مش قوية مر عيبة هجومية خط الأمامي أجنحة ومهاجم ولعبة توسط الملعب الهجومين أقوية جدا طيب السؤال اللي جاي لك هل ممكن نشوف أي تغيير في تشكيلة النادي الأهلي في المباراة اللي جاية النهاردة مرسل كلها يا كريم أنا لسه ما عنديش أي معلومة على التشكيل بكرة إن شاء الله يكون معناك تشكيل بإذن الرحمن لو ربنا بتناع العمر لكن اللي قالوا الرجل النهاردة إن أي حد منكم يشتغل أي حد منكم ينزل بتشكيل الأساسي أو حتى من على الدكة فإن واردي بفيتها غيرك وارد جدا تبقى لكلام الراجل لكن في النهاية أنت بتتكلم يا كريم على إنه الراجل مرسل كولر قال لهم كالتالي قال لهم كل اللعيبة تبقى جاهزة ومركزة سواء نزل من على الدكة أو تلعب بتشكيل أو تنزل بتشكيل أساسي أنا لم أقرر بعد مبلغ تسو شكرا شكرا يا شمي أول ما شمي علي بالتون وصقط على تون مننا ماشي هنرجع لمحمد جمال تاني بس تعالوا نكمل أخبارنا تحدي الكرة المصري بيدرس مقترحا بشأن تغيير مكان مباراة نهاية كأس مصر بين الأهلي والزمالك يوم 13 مارس اللي جاي المقترح اللي موجود في التحدي الكرة المباراة وقام فيه السعودية المملكة العربية السعودية والتحدي الكرة بيدرس الموقف جيدا ربما يتم الموافق على العرض في مارس القادم مباراة الأهلي والزمالك في المملكة العربية السعودية ما زال محل نقاش ودراسة هذا الأمر مالي زر الاتحدي الكرة برئاسة الأستاذ جمال العام بيناقش ملف رئاسة لجنة التظلمات بيها الجمالية بعد وفات المستشار عادل الشرباجي رئيس اللجنة قبل بدعة أشهر ودخل المستشار سيد بنداري رئيس لجنة الانضباط السابق حسابات مجلس الإدارة تولي رئاسة لجنة التظلمات دي حكاية دي حكاية تقرير اللي جاي معانا ده تقرير حلوة حلاوة حلوة ده انتو هتستمتعوا بيه استمتع تحديدا صحاب المتجوزين فكز معايا طيبش متجوز اه فيه ناس بعد ما بتتجوز يكون بتلعب كورة بقى وإيه ومسكين ملاك الشباب وفي الشرع وفي الأندية ومكسرين الدنيا أول ما يتجوز انتخى بقى مش هنلعب بقى تاني رياضة مش هنلعب كورة وخلاص ففيه ناس فكرت فكرة لطيفة لذيذة للناس اللي متجوزين اللي بعد ما بيتجوز كده بقى إيه بيأنتخ في البيت والعايز يأكل ويشرب وينام ويكرش والحاجات اللي انتو عارفينها دي قالوا لهم لا تعالوا نجمع بعض احنا المتجوزين ونلعب كورة بتاعت متجوزين يعني ايه كورة بتاعت متجوزين هنعمل كده هنعمل بطولات بطولات كبيرة بشرط انك عشان تيجي تلعب معنا في البطولة الكبيرة دي تكون متجوز طب ما انا هتحك عليك لا يا فندم هتجي لي ببطاقتك مكتوب فيها لأنت متجوز هتجي لي بشت الجواز بس ما هتأكد انت متجوز طيب عملوا ايه بقى عملوا تمانين فريق عملوا تمانين فريق عملوا دور اسمه دور العالم هم سموه كده دور العالم من القاهرة لضمنهور قاهرة وسكندرية وضمنهور وسموا الفرة دي بقى ايه منشستر يونايتد منشستر سيتي ليفربول ريال مادريد برشلونا وبدأوا يتنفسه بدأوا يتنفسه عدد كبير بقى من اللاعبين انت بتتكلم لازم يبقى فوق التلاتين مبدئيا لازم يكون سنك فوق التلاتين وبيشارك فيها كان بقى واحد الفكرة دي او البطولات دي تلاتين الف لاعب متجوز بس سنك فوق التلاتين لازم تبقى متجوز تيجي تلعب معنا بقى في منشستر سيتي منشستر يونايتد ريال مادريد برشلونا بس تديني شهدت الجواز او تديني بطاقتك مكتوب فيها اللي انت متجوز تخش تلعب معايا على طول تخيل الفكرة دي ليه عشعبية كبيرة جدا جدا لحاش ناخذ بالو منها بقولك تلاتين الف واحد بيشاركوا تلاتين الف واحد اي احب تلاتين الف واحد متجوز او فيه تلاتين الف واحد لسه متجوز ماشي تلاتين الف واحد متجوز فتلاتين الف واحد متجوز بينزرو ألعبه كورة ان شاء الله كده 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 مرتبش ترقى بتفرج على قد كنابة نروح لفاصل وبعد التأ feature هنروح للترايج وبعضه الفاصل وكذلك نرجع مع الكابتن الكبير كابتن محمود عبد الحكيم خليكم معنا كرة متجوزين يعني هيو حاجة زي ما تقول كده ايه الاحتياج يعني يعني زي ما اقوله كده حد بيحتاج حاجة فبيدور ازاي يلاقيها وازاي اختراعها يعني فكان فيه احتياج بالنسبالي ان انا ألعب كرة وان انا يعني بعد مثلا 30 و40 سنة ان انا ملعبت شكورة من زمان فنفسي ألعب على ملعب 11 نفسي ان انا أرجع تاني خاصة طبعا ان انت عارف بقى مشاغل الحياة بعد الجواز وكده بتخلي الاصحاب مثلا تيجي تتصل بيهم عايزين نلعب لو بتلعب خماسي هيقولك طب انا جاي بكرة مثلا جاي لأ بعد وخليها الاسبوع الجاي انا سفرت انا مش عارف ايه فبتلاقي كل الناس طبعا مرتبطة باشغالها وكده يعني فطبعا بدأت ايه احاول العب مرة مرة بعد شهرين عشان العب فبدأت ايه الفكرة تجيني من ايه من كده طبعا انا يبقى في ناس زي اكيد عايزة تلعب طيب انا عايزة خس وانزل اتحرك شوية لان طبعا الجيم بيبقى ممل شوية فما بتتق ولعبة كرة القدم زي ما انت عارف ان هي اللعبة الشعبية الاولى فمصر خاصة يعني فنفسي ان انا نلعب على ملعب 11 فبقول ايه اما كنت ببص باتفرج على المحترفين اقول هو احنا ليه ما بيتعملناش بطولات زي المحترفين بمعنى فيه مثلا المصارعة محترفين وفيه هو صحيح فيه مثلا الكاراتي محترفين وفيه هو كمال الاجسام هو بطولة عالم الهواء وبطولة مثلا مستر اولمبيا اللي بتتعمل طبعا ايه وكسبها بجرامي يعني فطبعا قلت طب ليه شمعنا الكورة هل الناس دي احنا نفضل جماهير طول عمرنا كده يعني حاجة غريبة فعلا طب ليه الناس ما بتلعب على ايه بشكل بسيط بطولات لازيزة وخفيفة ليه تدورت طبعا لقيت الموضوع مقفول يعني هوا محترفين بس يعني احنا جمهور جمهور يعني صحيح طبعا الموضوع استفزني يعني حسيت ان ازاي يعني العالم كله ما بيعملش بطولات للناس دي واكيد كل الناس تحب تلعب كورة حتى لو بشكل فاني يعني فجأت لي بقى الفكرة من هنا يعني فقلت خلاص هشوف كده اجمع فاستخدم طبعا الفيسبوك يعني هو الوسيلة لطبعا الاجتماعية في مصر للتواصل مع الناس سعيدني كتير جدا يعني فقلت خلاص اعمل اسم ايه الجروب فانا طبعا متجوز اكيد متجوز عايز يلعب وينزل وزنه فجأت لي الفكرة بقى ايه اللوجو انه هو بكيرش فيلا ايه يلا نلعب كورة متجوزين بكل بساطة يعني فنزل كرشك واللعب للترفيه فطبعا بدأت بقى ايه من خلال الفكرة ديه ان انا اجمع الناس يعني فعملت بقى اعلان ممول يعني لقيت الناس ما شاء الله يعني فيه كاب رهيب يعني اكله بقى عايز يلعب جمعت نسم خمس ست فرق في يومين فلقيت ما شاء الله عدد انا نازل ألعب يعني ايه ده 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 نادي بدنا اه 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 قفلت بقى على كم فرق كده في الاول لقيت كل الناس قولي طب ما تكبر ومش عالف ايه ونعمل دوري وقلتولهم ماشي عشان بس المنافسة والشد والجزب بتاع الكورة احنا جايين فاني كده يعني لقيت الناس متحمسة اكتر للموضوع ان هم عايزين يعملوا دوريات وكده انه بقى ايه بشكل احترافي كأن كان فيه يعني كابت والناس عايزة تخرج الطاقة اللي جواها فبدا تبقى ايه اكبر الفرق واعمل بقى ايه دوري شامبلز ليج الاوروبي اللي متجوزين واليوروباليج واشعار دور العالم دور العالم ده في عندنا واشاء الله تمانين فرقة وعندنا فارع في اسكندرية وعندنا فارع في ضامانهور دول التلات محافظات اللي انا عملت فيهم كورا متجوزين واحنا من 2016 على فكرة كمان يا ده من بدل اه اه من 2016 بس بقى ايه عشان شغل الواحد ما كانش متابع شوية لكن الفترة السجن الاخير ده احنا متابعين جامد يعني كان الكورونا دخلت علينا الكورونا فوقفنا سنتين كنا بنجي بشكل بسيط كده لكن السنة دي السيزون ده قوي جدا يعني في كورا متجوزين يعني انا كنت بسرش كده على الفيس ولقيت فيه كورا متجوزين فقلتش معني يعني فدخلت شفت واحد بكرش كده في العلان فانا مايقستش ان عندي كرش وجيت والحمد لله جيت وليقتي ناس كده موجودة والفكرة جميلة وجيت وجيبت ناس والعبنة وعملنا فريق وموضوع جميل اوه انا باجي تقريبا انا باجي لو انا مش فاضي باجي كل يوم لو انا ما فاضي وموريش حاجة باجي كل يوم وفي معاد متشاط باجي يومين في الاسجوع تقريبا باجيبه الاسرة في الوقت المتاح الاسرة كلها بتيجي معالي انه عندنا هنا زي ما بنقول جروب الاسرة كلنا نقدر نيجي في امان ومتاحين كلنا بالرفاهية ونستعمتع بالمكان واماكن كتير وملاعب كتير بتاعتنا فاميضا نجي معانا اعليتنا واصحابنا وحاليا جبت اصحاب كتير كتير اوي بقى عندي هنا اكتر من اكتر من ثمانين شخص اصحابه واخوات في الجروب من ساعة ما اريدت الاعلان على الفيسبوك عملت اضافة وضفت على الفريق بتاع منشستر رونيت وبيت انا الليدر بتاع الفريق يعني بتابع بقى متشاط وبنعمل لقائمات وكذا فرق معاك مجودة كاملة اه ملعب كرة حتى بعد انا كان امنيت حيات ان انا نلعب على ملعب 11 لان انا طول عمري بلعب ملعب خماسي يعني فريق الشركة يعني انا في دوري شركات كرة خماسية فانا حرس المرمى بتاع الفريق فملعب 11 طبعا اول مرة العب عليه فعلن تاني خالص فيعني احتكاج كويس وتجربة كويسة وعملنا صدقات جميلة والحمد الله تمام يعني انا بخلص الساعة تمانية وبنبدأ هنا دايما الساعة عشر يعني احنا اللينا ماتش كل اسبوع اه فاحنا دايما مرتزمين يعني الحمد الله تمام الحمد الله تمام عملت صدقات كتيرة اول مرة يعني تتعرف على الناس جديدة لا جروب تمام الحمد الله بص حددك انا منضم في الجروب من 2015 مستاشر تقريبا او 2016 بداية الجروب ماتعمل اه كنت تعرفته عن طريق الفيسبوك وتواصلت مع كابتن عماد والعب ومن ساعتها احنا بنلعب مكملين مع بعضي لحد دلوقتي انا كان ساعتها مثلا عندي 33 سنة انا هو 40 دلوقتي راقم برضي انا مسك دلوقتي ان اللي در فرقة ايفيرتون واللي در فرقة الشباب الارجنتين مسك الفرقتين اللي هي في الاسبوع ماتشين في ملاعب بقى مختلفة هنا ملعب بسوس ملعب المستعمرة ملعب الويلي فدلوقتي معايا فرقة في الشباب من سن 16 لحد 30 تقريبا فيهم حاجات مباشرة كويسة انا كنت هلعب في الشرائي الدخان لان انا ما دوم بقى في الشرائي الدخان كنت هلعب في الشرائي الدخان بس ما حصلش النصيب الحمد لله فلما تلاقيت الفرصة هنا فربنا كرامني وكملت هنا يعني انا سردباق بلعب سردباق لو متابع معانا للمواتش هتلاقي فين الدية في الملعب غير كده وكده الجروب يحكوموا للنظام فتحس انك في دوري يعني دوري هو احنا في دوري فعلا حكم زي ما انت شايف كده دوري اللعبة كلها محترمة بعديها اللعبة كلها بتطلع على عندها لان كل واحد في شغله مضغوط فبيجي يطلع بقى يفصل شوية في اللعبة هنا لعبنا فتحة كويسة جدا مع كابتن عماد في الجروب القديم حد ما حصلت بعض التغيوات كده والدنيا هديت شوية ايجي انا تاني فكا دي طبعا فكا انا واحد كنت بلعب كوها وكنت بلعب كوها من فترة بيها من زمان مدرسة كوة الزمالك قعد فترة بيها جدا دوي دوي داجة وابعة اولا اغطلت على طول اسمعت على الموضوع الجروب ده طبعا هي فكرة ان انا الواحد عاوز يلعب مش عاوز يقعد في البيت يجيعت على طول وكلمت كابتن عماد الحمد لله لعبت معاه فعلا الجروب مش مخلي حد بيحب الكوها يبطل لعب الكوها اليوم الي بيبقى فيه مطش كوها تحديدا فعلا الواحد بيبقى متحمس اكتر حتى لو هو في الشغل فبيخلص يومه في شغله وبييجي على هنا على طول اذا كان بقى بيخلص متأخر فحكته كلها معاه بييجي على هنا الحمد لله انا من ضمن الناس برضو خمسة وثلاثين سنة واعتبر من اصغر الناس اللي هو كاليدة فايق ففكة كاليدة فايق دي انت معاك فايق برضو ومعاك الناس بتاعتك فحاجة كويسة جدا للناس اللي تعرفنا عليها كلها هنا كابتن ساميه برضو من اللي كان بيسجل مع حضرتك كابتن ساميه ده من قد من الناس اللي كانت موجودة احنا الموضوع مش واصل لقصداقة لا الموضوع واصل لأخوة كابتن عماد طبعا اخي جبيه واخي فاضل لنا كابتن حماده الناس فعلا اللي موجودة هنا الموضوع فيه ما زالت ناس فيه قسيا وتعافى على بعض ولسه بسبب الجروب هنا تعافوا هنا في الجروب بعيدا بقى عن الشغل وبعيدا عن الكلام ده خالص لا هنا معرفتنا في الجروب هي فعلا مكملة قسيا مش بس مجاعد لعبة أو ساعتين اللعبة وبعد كده بنتكل على الله طبعا اللي محببنا واللي مخلينا مستمرين في الموضوع ده الخدمات اللي بتتقدم لنا النظام بتاع الجروب من اول ما اتعامل لحد دلوقتي القواعد كابتن عماد اهم حاجة عنده سلامة اللعبين ده اول شيء قبل اي حاجة فحطت قوانين صارمة محدش بتعديها ولو حد بتعديها بيتوقف طبعا بقى قوانين مثلا جروب زي ممنوع اللي ستارز ليه ممنوع اللي ستارز يا كابتن محمد عشان حضرنا نتعارف كلنا عندنا شغل تاني يوم فانتعارف اللي ستارز بيبقى مثلا ممكن يئز حد ممكن يعوّر حد ممكن فمنعين اللي ستارز خالص حفاظا على اللعبين التاكلم برضو نفس الكسة ممكن حد يعمل التاكلم لقد الله يتعوّر الكلام ده فاحنا بنحاول كابتن عماد بيحاول على قد ما يقدر يحافظ على اللعبه بقدر الإمكاني فيه خدمات طبائية على أسحافات أوليه زي التلج التبي فيه زي بيدادين بينج فيه دكتور معانا لقد الله لحد تصاب فيه معانا برنامج كلاس محصات الأسبوع بنجيب كل حاجة تشمل حصلت في الأسبوع أهداف، فوز، فرق، الكلام ده كله لو فيه مناسبات، لو فيه عياد ميناء بننزلها طبعا للعيبة الكلام بقى بننزل لهم برقيات فيه حاجات كتير جدا نحنا بنقدمها للعيبة يا عرب حضراتكم مرة أخرى شرفني ونورني واحد من اللعيبة الحريفة قوي كلمة حريفة دي قصة بيتسمعها قليل قوي يعني تقول لي مين دلوقتي لعيب حريف في الكرة المصرية يعني هتقول كم واحد كده على مضت يعني ممكن يتعدوا على صابع الإيدري واحدة وممكن ما تكملش كمال إيدري واحدة بس ده كم اللعيبة لأي منافس كان يجي قدامه يا دي المصيبة كابتن محمود عبد الحكيم جاي يلعب علي كابتن محمود عبد الحكيم نجم طبعا النادي المصري السابق وعاد كبير من الأندية المصرية كابتن محمود منور الدنيا بنورك يا كريم ومتشكر على التقديمة الكبيرة دي ده أقلم الحقك لا يا حبيب ربنا أخليك أتعرف أنا محوضش مع أي لعيب تمام غير لما أقول له مثلا من اللي دايقك في الملعب كان لعيبة المدافعين تحدثي يقول لي محمود عبد الحكيم محمود عبد الحكيم أنت كنت بداي لعيبك في الأول لا لا والله بالعكس عايز أقول لك كل اللعيبة اللي كانت في جيلنا كان كلهم جامدين جدا يا كريم والله يعني أنا بشوف اللعبة دلوقتي أسهل بكتير من الوقت بتاعه عشان زمان كان فيه لعيبة أجمل المواهب كانت أكتر أكبر بكتير وبعدين كل فرقة كنت بتلاقي فيها أقل حاجة تمانية تسعة جامدين جدا أي فرقة كل الفرقة كل الفرقة كل الفرقة يعني مثلا أديك مثال مثلا حرص الحدود كان أحمد عيد عبد ملك أحمد عبد غاني عبد سلام نجاح حاني سعيد أحمد حسن ميك أحمد حليم حليم أحمد ميك الهردة أه أه حتى الجول كواميني صح أحمد ميك وميك لأ لأ في ناس إحنا كمان ناسينها يعني أنا واصل كابت عم حميد واسيوني طبعا لا فيه لعيبة كتير نشام حانا في لعب وكابت نشام حانا في محمد كامونة صح لا كانوا فرقة جامدة جدا مثلا أبدا ديك ولو جيت أمبي نفس الكلام كان بترجيت بترجيت دي اللي كانت فرقة رعيبة كان فيها ميك وليد سليمان طبعا عد عليها كان كان وليد سليمان وسامة محمد عمر حسن محمود عبد حكيم محمد شعبان محمد شعبان سيد حمد علاء إبراهيم إيريك بكوي محمد كوفي مش عايز أنسى حد والله إذا إحنا يعني قلنا فرقة جامدة قوي عسألك سؤال كده في الأول جيب بالي دلوقتي قول من لعيبة في جيلك أو حتى في دلوقتي أو حتى قبل جيلك لعيبة شفت إن هي ما خدتش حقها في الشهرة والانتشار والسمعة واللعيبة كده كانت جابدة جدا حد حريف يعني حريف آه ما خدوش حقهم بس اللي أنا دايما بقولك كرة ظلميته عمر سماك عمر سماك عمر كان حريف أوي 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 يعني الكرة ظلم كرة يعني وكابت عب سلطار صبر طبعا بس العب سلطار صبر ما تحققه لا ما خدش حقه والله ولا ربع حقه مع المتخب واحتراف لا هو هو لعب في بنفيكا فترة وبعد كده الدنيا مساعدة يعني أنا كنت بشوف إن هو لازم يلعب في أندي أكبر من كده بكتير كان عنده إمكانيات مش طبعي كان حريف وسريع وإيجابي أنا بشوفه أحرف واحد يعني دايما بقول إن هو أحرف حد أحرف واحد فيه ناس أنا محضرته أنا ما شفتش كابتا حماد عب لطيف طبعا يعني ما نحنتوش أول تفرقت على حاجة بسيط نشوف فيديوهات للكابتا حماده طبعا كل الناس بتجتمع كابتا حماده كان لعيب كبير طبعا بس أنا للأسف ما تفرقتش عليه انت شفتش أحرف من عب سطر صبر لا ما شفتش حد أحرف من عب سطر صبر بص كابتا عب سطر صبر وكابتا حزم إمام أنا بشوفهم دايما وكابتا وليت صلاح الدين بشوفهم إن هم يعني أجمد ثلاث مواهب في مصر لما بتقول مواهب حرفنة عشان بس فيديوه ناس يقول لك بس ده كان بيلعب أحسن وده انت تتكلم على الحريف اللي هو واحد بص هو هي فكرة أحرف من حد بص كل حد كان ليه طريقة ايوه أنا مثلا بحب اللي شبهي يعني أنا ممكن أشوف إن مثلا مثلا يعني مثلا يعني مثلا كابتا حازم أحرف مثلا من الكابتر عب سطر بس عشان أنا هو شبهي فكرة أنا بحبه وحد تاني هيشوف الكابتر عب سطر أحرف وحد تاني هيشوف مثلا كابتال صلاح الدين أحرف كل هما في الآخر كلهم حريفة بس انت بتحب اللي شكلك صح صح اللي شبهك بتنسبة الكلام النهاردة مع واحد صديقي زمان أحمد كانوا آآ طب علام الشاطر جدا يعني آآ كانوا من الناس الجميلة في الكرة وصقف جدا كنا بنتكلم على فكرة لعيبة برازيليين كانوا حريفة من كنا معادي نيلسون وورنالدينيو من كنا معادي نيلسون وورنالدينيو لأ لأ أنا عايز أقولك كان في واحد جامد جدا جدا آآ كان بلعب في الديبرتيفو تقريبا كان جناح آآ لأ كان بلعب تحت ال ده أنا بحبه جدا أنا يعني اسمه جونانيو مثلا لا 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 طبعا مش كاكا أنا بحبه في الكرة لا لا ده ده كان رهيب كان رهيب مش طبيعي ده بقى ما خدش حقه خالص يعني ما يقلش على كل الأسام اللي احنا قلناه آآ هفتكرلك اسمه وإحنا آآ حاجة في الكرة صعبة جدا كان خطير كالديبرتيفو هو عمل معاهم حاجات كتيرة جامد جدا بالمناسبة في المقدمة كنت بقولها لما نعدل لعب الحريف ها دلوقتي على فجأة في مصر وبرا مصر آآ تلقيها بقت صعبة أو الحريف ده اللي أنا بقصد بيه هو واحد ضد واحد أنا دايما بقول يا كيمو انت قلت حاجة جميلة أوي في مصر وبرا مصر هي المواقف في العالم كلها قلت بس هم في أوروبا بيعوضوا دي بالسرعة والوقف الصح صح والتاكتك الكرة بقت ميالة للسرعة والقوة أكتر من المهارة بس في الآخر لو في واحد عنده مهارة بيتفوق بدليل أنه ميسي صح لحد العمر اللي هو في دوت صح هو أميس حد إحنا بنشوفه صح ماذا بيأخذ حسنا في العالم آآ فأنا دايما بشوف إن المهارة بتتفوق بس الكرة تتوارج كتير جدا يعني السرعة والقوة بقى أهم عنصرين في الكرة دلوقتي صح فالمواهب في العالم كلها قال أنت وقتك اللي هو وقت من مبارح يعني مش وقت من زمان آآ لأ بس هي الكرة يعني تتوارج كتير جدا يعني آآ لأ رصد وقتك كان لابنا وطرق اللعب اختلفت كمان مية في المقل العيب الحريفة كابتن محمود كان مدرب يقول له مثلا إيه ما ترجعش الدافع أنا عايزك قداما مش أي مدرب خليني يعني أنت ده كان بتواجه يعني ربنا ما بدلكش كل حاجة معظم اللعب الحريفة ما بطعفش الدفع صح معظمها يعني صح 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 فيقول لك لازم تدافع يبقى أصبح بلا قيمة أو طريقة اللعب مع المدرب ده تظلمه مثلا بس أنا في الموضوع ده كنت محظوظ جدا جدا يعني كان دايما ربنا بيوقعني يعني أنا مساء عادت فترة كبيرة مع الكابتون مختار حاجة يعني ممتع اللي هو بي لك استمتع باللعب لا 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 ممتع الكابتون مختار كان يلاقيني مثلا يعني ساعتنا مكتشوخ أخو ببالي مسكوخ تلعب لي يقول لي واحد على واحد عارف الحاجات دي فوت مش عارف ايه بيدي لك ثقة في نفسك وفي حد بقى أنا اتمرنت معرف ما زرع دينا كبن محمد عب سميع والله العظيم الراجل ده اتظلم ظلم في الكورة في مصر انه هو ما بقاش حاجة كبيرة في عالم التدريب في مصر الراجل ده كان رهيبة تاكتك وفنياته كانت عالية جدا كان بيدير المطشط بطريقة يحببك في الكورة يعني الراجل ده أثر فيها كتير جدا من دلوقتي العيبة بتشوفهم حريفة مصطفى فتحي مصطفى فتحي محمد إبراهيم اه الشكبالة طبعا طبعا اه اصلي بص هو في حريفه العيب لا انا كنا ما خالح حريف حريف الحريف ده اللي هو ايه ما هو اللي كلفت اللي قدام هو في الاخر سبع عديد بص او في الاخر كله بيعا اي حد بيعرف يفوت بس هي فيه طريقة عن طريقة فيه طريقة تمتعك ايوه وفيه طريقة مثلا زيزو ايوه افشة يعني زيزو بيعرف يفوت بس انت مش يعني بيزقوا يجري عكس اتجاه الناس بتاع عكس مصطفى اه مصطفى يقف ويرقص ويقف ويرقص انت عارف ايه رمضان صبحي اقولك انا اقصد مين عشان تفاهمني اه انا اقصد اللعيب اللي هو ايوه معك الكرة لما كان كابت المحمود انت يعني لما كان معك الكرة كنا كلش هدوي عارف انت الليها ده الحريف هي دي اه 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 في لعيبة تانية انا انا فاهم بتوصد ايه زيزو ده بيمر من اللاعب ما هو ده يجي مهارة اه بس الحريف ده اللي هو تروح مسرخ هو بلاقص انا بشوف اميز واحد دلوقتي مصطفى مصطفى فتحي ده اكتر واحد مصطفى ابن لزين ايه حكاية بقى انك بتلعب وبتضرب لا مش بتضرب عشان سمعت الكرسة لا بص يا كيمو اه قال ايه حد صحبي صديق شخص كده بقالنا فترة كبيرة احنا اصدقاء يعني وانا بحبه جدا يعني حد جميل كده ايه كان بقاله فترة هو بحبه كرة جدا وعايز يستثمر في الكرة حلو وبقاله سنين يعني عايز يستثمر في الكرة هو من بلد اسمها باسيون طبعا تمام السنية تلعب هنا محمد صلاح تعالى اه طبعا 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 فهو بيستثمر في الناد ده عمل فرقة كويسة سعد ولحد ما سعد درجة تانية دلوقتي وعمل فرقة جميلة عمل فرقة محترمة عندنا لعيبة جمدة جدا يا كريم والله ايه كان انا اتطلعت اتكلمت على بعض اللعيبة معي في الفرقة سنهم صغير والله انا عندنا ولد اسمه يحيى ولد اسمه طهر لازم يلعبه في نازل كبير لازم لازم والله فا احنا ماشيين لحد النهاردة احنا كنا اول بس احنا اتغلبنا النهاردة للأسف ايه بتلعب ولا بتضرب بلعب لا بلعب بس انا ليه دور فني يعني بتسئل يعني بحكم صداكت بالرجل هو باسك فيها جدا لكن انا بلعب 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 اوه مستمتع بص والله هقولك الحاجة في الدور ده هو فيه لعيبة كتير يعني انا قابلتها في الدورة الممتاز هم سنهم كبير ده يلعبوا في الدرجة دي عايز اقولك كل الفرق اللي بلعبها الناس المميزة فيها الكبيرة هم والله اللي هم الخبراء بقى اه مختلفين اه بتلاقي عمل لك بص مختلف في وقت معي يعني لو فيه فروق كبير بتلاقيه هو هدف الفرقة فانا دايما بشوف ان الجيل اللي قابل كده كانت فنياته أعلى بكتير هم فلو هو بيتمرن ومخالي باله من نفسه بتلاقيه حتى لو سنه كبير بتلاقيه برضو مميز فوسط الناس مميز اه طبعا انت بقى دلوقتي وانت بتبص من فوق يعني هل المشكلة عندنا دلوقتي بقت مشكلة مدربين هل مشكلة قطاعات ناشئين هل مشكلة منتاليتي عقلية لعبين ليه الموضوع اختلف بص يا كريم الكويس ان انت فتحت الموضوع ده عشان الموضوع ده هو فيه عوامل كتير قوي انت بتتكلم على كوالة اللعيب المصري صح؟ عايزة نوصل لكده صح؟ صح ليه قال؟ صح صح ليها مش حاجة واحدة حاجات كتيرة جدا احنا زمان كان فيه ناس بتدور على اللعيبك كويسة وتوديها عندية ما لهوش دعوه بقى انت معاك فلوس او معاكش فلوس ولا انت فقير او غاني دلوقتي انت عشان تلعب كورة لازم تبقى حالتك المادية كويسة ازاي بقى؟ ثلاثة ربع عندية استثماري لو عايزة تخش تدفع الولد ممكن تلاقي ولد موهوب جدا يعيني بيديع في النص مش هيبقى لي دور لأ زمان احنا الناس كان بتدور في المناطق الشعبية انا رحت انا كنت بلعب في النشوية الاهلي انا رحت النادي الاهلي كده واحد اسمه كابت شاكر عبادة كان كان شاب في شوبرة شافني وانا بلعب في المدرسة قال تعالى تيجي تروح النادي الاهلي رحت تاني يوم رحت ورحت النادي الاهلي وكان معايا اتنين كمان صحابي والاتنين برضو فضلنا في النادي الاهلي بس هم قاعدوا سنتين ومش وانا كملت اهه فكاد الناس بتدور زمان على المواهب مصر مليانة كمية مواهب يا كريم غير طبعية بس للأسف بتتظلم وما بتقدرش تكمل لان الناس ما بقيتش تدور الناس دلوقتي عايزك جاهز يعني عايز لعيب جاهز هقولك على حكة تفضل بتتفرج على امبي ولا لا؟ طبعا امبي اكتر فريق منظم في الدورة المصر صح وانا بحترم تامر مصطفى جدا لان بحس ان المدرق من الرايلين جدا اللي عندهم طريقة بيلعب بيه اللي انت تحس بصمت المدرق لا لا في حاجة بتتعامل لان ثلاثة اربع تجوالهم واحدة بيجبواه بطريقة واحدة طريقة اللعبة واحدة باين اه لا وبيفضل لرفيق ويفضلهم الساحات عشان يلعب بلعب كوار عارية على قفة والناس بياخدوا بص امبي مفيش حد بياخد منهم الكرة التانية صح صح كل الكرة التانية فريق امبي بتاخدها وريبين جدا من بعد مع ان هما مش احسن حاجة مش احسن كوالة لعيب ثم منظمين ليه بقى الكدمة يقوف عندهم عندهم كمية ناشئين غير طبعية متأسسين كويس فلما بتحط في موقف انت محتاج فيه لعيب كويس بتلاقي لعيب كويس حتى لو صغائي معظم الولاد صغيرين اللي بلعبوا في امبي احمد حواش واحمد حمدي صح ومحمد حمدي ومحمد والله احمد لعيب كبير لا وفيه غيره وفيه ولد بينزل اسمه احمد جمال تقريبا لا فيه كتير ومعظم كمان اللي بلعبوا اصلا من ناشئين النادي يعني فيه لعيبة كتير من ناشئين الفرق بقى بين امبي اللي بيحصل دلوقتي علشان امبي عنده بيعتمد على الناشئين ما بيمشيش حد كان عنده كابتن امام محمدين فدل يختار من الولاد دي من هي صغيرة صغيرة وبيناق وبيدور خلي بالك كابتن امبي يقعد يلف على المحفوظات كلها فهو شغال كويس وشغله بان دلوقتي انت لما كده توقف عندك انت الدنيا ماشية امبي ماشي كويس عادي صح بس انت بتقول لي انه الاندية مفروط تستخدم الناشئين بطاعهم وفي نفس الوقت بتقول لي ان القواليتي قل انه اللعيبة نفسها مع عشان الناس مبقيتش تدور انت دلوقتي انت لك يعني دلوقتي بس لو نادي سين وجيت بسيط على الناشئين بتوع اللي كانوا داخلين بفلوس مش هلاقي حد هتروح عالتره اشتري من فترة كده كنت بتفرج على مطش الاهلي والزمالك 2003 اه 2003 اه زمان وانا صغير 2003 دوله عشرين سنة زمان انا صغير كانت فرقت عشرين سنة في النادي الاهلي كان الكابتن الشامح انا فيه والفرقة دي وانت بتفرج على مطش مش عايزه يخلص من كمية المواهب اللي موجودة في المعلمة ومطش حلوة قوي مش عايزه يخلص وكان فيه جميل بيتروح المطشات دا لا ده الاستاد كان بيبقى ولا موليان انا بتفرج على مطش الاهلي والزمالك مفيش touch مفيش ثلاث بصات في المطش اتعملها المفروض ان دي abile والزمالك اقوى في الواقع في افريقيا مش هقولك في مصر فلا احنا عندنا حاجات غلط كتير جدا في الكورة داخل فيها بقى وكلة حاجات كتير حاجات كتيرة غلط سألتك على سؤال تاني بعيد عن ده كان روي فيتوريا أخبار كنا قلناها وده طلب مؤكد من روي فيتوريا طلب ومتحاد الكورة وقال حاجة بترهكه في اللي بيحصل في الكورة هو مدق جدا من فكرة الملاعب في مصر النجيل في مصر وقال انه انا مشكلتي انه لما باجي قايم لعيب يعني مثلا مثلا كابتر محمود عبدالحكين بيلعب في المصر فممكن المصر يلعب على ملعب مش كويس وفي لعب مثلا في الاهلي بيلعب على ملعب كويس فتتصور انه لعب تالاهلي ده افضل من كابتر محمود عشان هو لما جيه طلع الكورة صور عنده مشكلة انه الملاعب كمان مش بنفس الجودة انت بقى لعب حريف فالله كتب تفرع معك تبدي ايوه عديتها لكل الملاعب يا اصلي كمان يعني مثلا انا مكنتش محب بالعب على كلها حربية خاصة خالص انه جيلها تقيلة فاو انت بتعمل دريبل مش احسن حاجة كرة بتقف كتير تحت رجلك عكس مثلا ما كنت طالع في استاد الكاهير استاد بورسعيد كان في ملاعب خفيفة وكويس لا انا معاه في الموضوع ده جدا لا كمان انا انا كنت من فترة مش عافت افتكه لا انا اتكلمت معك في الموضوع ده خلي بالك من فترة حتى قلتلك مكادش الكورة لسه توحدت قلتلك احنا كل فرقة بتروحت لعبها بتلعب بكورة شكل ايوه فاكر احنا كنا عاديين في المرة في اللقاء قلتلك الكلام ده فدي برضو كانت بس حاجة كويسة جدا انه وحده كورة طبعا لان انت كنت استعاد بتلعب يعني انا فاكر زمان انبي كان بلعب بكورة نايك كبيرة جدا وتقيلة جدا مكادش حد بيعف يلعب معه اه انت كمان مش بتكلمني على الشكل انا بسا كان مشكلتي في الكوصة دي لان احمل لنا براند اللي لنا حقيقة لازم بكورة بتكلمني الكورة نفسها مأساتها مختلفة اه لا وكورة تقيلة وهو عشان متعود عليها فلا انا كنت مشوفه تهريج يعني كل العالم كان بيوحد الكورة كنا معادي احنا لو انا هجيب كوري معايا ما عجبنش الماطش ااخد الكوروة خلي بالك انت كمان خلي بالك الناس بتروح تقطع في الدور المصري اه خلي بالك والله انت انت ساعات بيتلاعب مطشط في الدور المصري حلوة بس بس انت ليه طلع كده التصوير عندنا مش احسن حاجة كان بس السنة دي ايو ايو ما كانش انا انا مش بكلمك لاراته انا بكلمك احنا بنتكلم معا بس برضو فيه احسن التصوير بيسرعليك اه الحاجة في اوروبا حتى في اوروبا المؤنمات دي موجودة يعني مثلا مثلا أحسن نقل تلفزيون المباريات في أوروبا مين؟ دولة أسباني دولة أسباني سينما أحسن من دولة الإنجليزة اللي هو أقوى دولة في العالم فالدولة الإنجليزة بقى بينتقدوا يقولوا إيه إحنا ليمس زي الدولة الأسباني فإحنا لما مناخد خطوات إن شاء الله نوصل في يوم الأيام إن شاء الله نوصل إحنا بصراحة في تحسن في الحجاب دي طبعا طبعا إحنا لسا مكملين مع الكابتن الكبير كابتن محمود عبد الحكيم الحوار ده إيما معه ممتعه ولازيز كده زيما أنتم شايفين بعد الفاصل نواصل خليكم معه يا ربا حضراتكم مرة أخر لسا مشارفني ومنورني الكابتن الحريف محمود عبد الحكيم نجم النهدي المصري السابق طيب كابتن محمود مباراة العليو تحاد جده رايك فيه ايه؟ لا الأهل عمل مطش كبير اتعاملوا حدروا المطش كويس قوي الراجل كان منظم جدا كل اللعبة تحت الكورة بيطلعوا مع بعض كلهم لا الأهل عمل مطش كبير كنتم طاقة؟ اه كنت عارف الأهل في المطشات الكبيرة بيبقى ندقو لأي حد من أكتر اللعبة عجبتك في المطش؟ كهرباء 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 كان جامل جدا كهرباء والشناوي وطبعا عب مانعم أنا بشوف عب مانعم سباك من ضربة الجزاء حركة لا إرادية لكن عب مانعم ده لعب كبير أو نلزينة نلزينة اه طبعا ليه بعلايب كبير؟ طبعا أنا عايز اسمارها بص توقيتاته كلها كويسة في الكورة العالية في واحد على واحد رخم جدا بترأسه كورته سليمة عنده ثقة في نفسه مش طبعية قوي سريع عنده كل حاجة حلوة في الكورة سنه صغير أنا بشوف أن عب مانعم ده لازم يعني يعني لازم يروح أوروبا في أسرع وقت وكهرباء ليه دايما كهرباء بيزهر في المطشات الكبيرة؟ المطشات الكبيرة على طول كويس صح؟ على طول بس دي مواصفات اللعيب الكبير خلي بالك أنا دايما بقول إيه؟ اه طب اللعيب الكبير اللي بتلاقيه في المطشات الكبيرة حلو ليه بصمة في المطشات الكبيرة ها تمام؟ زي مثلا هقول لك الحاجة أنا فيه لعيب والله ما بحبوش خالص مم بلعب في منشستر ونايت مم انت عرفت مين ولا؟ أصلا مش هيجع مطشات سونادر وممحبش لعيبة كلها أم بتحبش مين؟ بيتش حب اللعيبة كلها لا مثلا بتقولي ما بتحبوش أنا من كتر من انا بزعربي من مطشات سونادر بيتش حب اللعيبة كلها هو برونو برونو فرناندس اه محبوش ليه بقى كريم في المطشات الصغيرة هو على طول كويس تعال بقى هاتوا في المطشات الكبيرة هات كل المطشات الكبيرة مم ما بيجيش صح ميس باسك تيرا جدا عندك حقه وفا جدا مفيش قايفة علية على الجول مفيش باسك كويس طلع عارف على عكس مين بقى؟ على عكس راشفورد لا راشفورد خلي بالك راشفورد ده مش واخد حقه في الكورب صح العيب كبير انا بحبه جدا خلي بالك صح سريع وقوه حريف وبلعب على الجول كويس لا العيب كبير راشفورد كنت بحبهم كلهم بس بطلتك تعرف انا بحب مين قوي وبحس انه الكورة ظلماء اسمه سانشو سانشو صح انا عنده مشكلة معتين هاج لعيب قوي ما هو هاتين هاج عنده مشكلة مع كل الناس والله مش بأذر انا اصلا يعني من ساعة موضوع كريستيان وانا قفلت منه اه يعني حتى لو فيه ماتش منشست الممكن اعمل يا حباتي بالزبط انت جايب معي الطريق كله يعني نرجع تاني للكهربا ماشي من سمات اللعب الكبير انه يظهر في المباريات الكبيرة بشكل رائع جدا طبع بس برضو كهربا من الطبيعة عشان هو لعب كبير يعدي من نفس المستقى في كل المباريات بس انا بشوف مشكلة كهربا بتأثر عليه شوي اه المشكلة القائمة بتاعت الله اه لو اتحلت انا بشوف هو هيبقى احسن من كده بكتير بس هقولك على حال اه انا دايما بشوف كهربا ومقوم من ذاكريا واحد فيه بقى بتلاقيهم واخدين اماكن مش طبعا انت ما تتوقعهاش تحس ان هم عارفين ان الكورة هتيجي هنا مثلا حتى لو عامل فلو كورة بتتشاط تلاقيه هو واقف في مكان غريب صح كوروس بتعمل غريب تلاقي واقف في حتة على العرضة البعيدة مش باينة اصلا احطت بطن رجله جول فانا بشوفهم يعني مؤمن ربنا اش فيه يا رب من اخطر اتنين كنت بشوفهم مؤمن وكهرب مش طوال خطر جدا وممكن ما يجيش يعني مش شايفه في المطش وطالحات الجليل حتى في المطشات اللي انت بتقول عليها اللي هو ما بيبقاش موفق فيها بتلاقيه اكتر واحد مضيع وبيجيب واكتر واحد وصل صح فهو خطر انا دايما بشوف اللعيب اللي بيوصل ده مع الوقت لازم يبقى موجود طالما بيوصل انت بيبقى عندك لعيب جامل جدا وما بيوصلش للجول بس هل ده كهربا بتاع زمان؟ لا هو طريقة لعبه اتغيرت اه ازاي بقى؟ كهربا زمان كان بيجي بوشه يعني مثلا هوه في امبي وفي الثمال كان بيلعب هوا في اصلا صح ناحية الشمال صح وكان بيعتمد على الماهرة اكتر والسرعة والسرعة بس هو الحد دلوقتي عند سرعة بس مزال اول لو سرعات قلت شوي بس خلينا متفقين انه هو خطر يعني طول الوقت كهربا وقف الملعب مش مضمون خطر ممكن اعملك يعني زي الجول اللي جابه كان في الهلال السوداني صح؟ صح احنا جون في البيت اتخد احسن هدف خلال خلي بالك الجول دا ما عمله شغل اللعب كبير يعني يستلم كده ويحط حتى فيه ناس تستلم عادي تخدمها ويحطه ايش رجله صح لكن هو بطن رجله فنفوق خطيرة لا كهربا لعيب كبير خطير طيب المباراة اللي جاية لقى لي قدام فلمانينسي البرازيلي فيه ناس نهاري تقولك هتبقى اسهم من مواجهة الاتحاد انت مكبرين الموضوع عليه انت شايف ايه لا كل مطشو ظروفه وهي فرقة برضو يعني واخد ابطولة صعبة جدا بنا بوكا جونيورز بوكا جونيورز دي حاجة كبيرة جدا فلا انا بشوفها ان هي فريق محترم عنده نجوم عنده اسامة كبيرة جدا فلا طبعا مش هيبقى مطش سهل خالص بالعجس وبعدين بطبيعة اللعيب البرازيلي كوالا تلعب البرازيلي احسن لعيف في العالم 100% لو هو انا بشوف البرازيليين دايما عندهم مشكلة ده لو هم جد في حياتهم هيحتلوا كورة الكاب اه بس هم مشكلتهم هم بيلعبوش بجدية طول الوقت لا اه هم في حياتهم برا الكورة كمان صح يعني مش احسن حاجة انا عشرت فيهم ناس فعارف انا كنت بلعب في بلشيكا كماعات همانية برازيليين فحياتهم برا الكورة صعبة جدا مفيش اي تركيز في الكورة لا هو معظم اللي بلعب الكورة في البرازيلي بيبقوا فقرة جدا جدا وفجأة بيبقى معهم فلوس في حياتهم بتتغير صح فما بيقدروش يسيطروا على نفسهم صح معظمهم يعني صح فلا هم برا الكورة يعني حياتهم صعبة جدا يعني كل حاجة غلط بتتعامل عادي جدا اه ايه لك في الشناوي محمد لا محمد بقى الفترة كبيرة ماشي بشكل كويس عنده ثبات في المستوى برح انا بشوفه ان هو سبب كبير قوي في فوز الاهل ضربة الجزاء دي تغير نتيجة المطش تماما صح وتودك في حتة تاني صح في المطش صح انا كنت متوقع ان هو ياخد افضل لعف المبارد اه مرأون عمر مبرحل وبرد اه مرأون اعرف نوعية حسام عشوف حسش به بس عند المدرب هتلاقيه اهم حد اهم حد في الاهل دلوقتي لو قلت لك المبارد اللي جاية يلعب مرسي كوكا بنافسي تشكي يلعب بعد الاتحاد ولا شايف فيه لعيبة محتاجة بس انا احترمته جدا بس ديانج العيب كبير صح بس ديانج عنده مشكلة كبيرة جدا وكورة معاه ايوا هو بيقطع بس بيقطع وكتير جدا بيباصي غلط صح كتير جدا صح لكن كوكا كورته سليمة انا احترمته في الموضوع ده جدا وقلت والله الراجل ده يعني عنده فكر كويس يعني انت لما شفت كوكا في المرأة ما اتخذتش طبعا انا خلي بالك الولد ده العيب كبير كورته سليمة وعند ثقة في نفسه صح انا انت ما تفاجعتش لا ما تفاجعتش لا والله وكنت عارب انه يبقى شكلهم احسن هاي هاي الموضوع اللي جاي شايف اي تغيير في التشكيل ولا هو التشكيل لا اعتقد انه هو هي لعب زي ما هو انت خلي بالك انت مع الوقت لما امامي فوق شوية هو فيه دروب عند امام شوية عشان طريقة اللعبة اتغيرت صح خلي بالك نادي الزمالك طول عمره في حرية في اللعبة اكتر طول عمره على مدار التاريخ صح يعني حتى تلاقي لعدة الزمالك ممكن تكون احرف شوية بتمسك كرة كتير ففيه راحة شوية في اللعبة لكن الاهلي فيه نظام شوية فهو لما يتعود هتلاقي امام ده يخد خلي بالك وفتكر كلامي ده يخد اه في الدور المصر هيخد لما ياخد على طريقة اللعبة ويتعود شوية ويلعب كتير امام رهي واحنا في الفصل اللي فات قلتني المصر عمل مباراك بيراود ده اه طبعا ايه اللي عجبك في المباراك لا اللعيبة يعني المصر قدى مباراة كبيرة جدا من فترة كبيرة ما شفتش المصر كده صراحة اه المصر كمان عنده مجموعة لعيبة مميزة كتير يعني الياس والياس الاتنين دول جمدين جدا صح جدا يعني صح خبرات فخر دين بن يوسف برضو متائلة فخر العيب كويس وخبرة كبيرة ولعب منتخب تونس ولعب بطلات صعبة جدا فاللعب سهل عنه حتى وقت لايه ما بيعملش مجهود يعني بقى أقل مجهود بتلاقيه اه طبعا طبعا لا العيب بطلات وده مهم جدا خلي بالك ان انت تلاقي عنصر زي فخر موجود في فرقة دي بتنجح الفرقة خلي بالك خصوصا لو هو بقى جد زي فخر عايزت عليك سؤال بصراحة شديدة يعني لو انت موجود في إدارة نادي مصري او انت لو لك قرار في جهاز فني وطيفر يعني انت تسامح مرار حمدي وترجعه الفرقة ولا مرار حمدي صفحيته تقفلت بص هقولك على حاجة جميلة النادي المصري نادي جماهيري صح تمام اهم عنصر في النادي الجماهيري الجمهور رقم واحد صح تمام فهو اتعامل مع الجمهور بشكل غلط ف وانا عشان عشرته جمهور النادي المصري فالموضوع مش هينفع ووضوع وصل لحاجة ساد لو انت كلمتيني بقى على مروان انا بشوفه احسن في الروط في مصر احسن في الروط في مصر ولعيب كبير وعنده كل حاجة حلوة في الكور يعني لو عاصته محطة وتسند عليها تلاقيه بيعرف يلعب واحد على واحد الكور العليا بيتعامل بقى بشكل كويس عايز تجيبه من تحته بيشوت فاولات كويس لا او مميز صح مروان مميز بس انا كلمتك عشان انا عشرت الناس في بورسعيد وعارف يعني ايه جمهور النادي المصري لما بيقفل من حد فالموضوع هيبقى صعب جدا حتى لو اعتذر اعتقد الموضوع بحكم ان انا قريب من الناس لا الموضوع مش مش هك يعني ما اعتقدش انه هيمشي ما اعتقدش يعني هل كده طب بين الطاقة مروان حمدي الخطوة الجاية تبقى لي بايه بص هيبقى اضافة لاي مكان هيروح صراحي بص انا بشوف حسام حسن سموح ومروان وقفة اللي موجودين في الدولة المصري التلاتة دول مميزين جدا حسام معرفش ما وفق يعني هي كرة فيها كده ممكن تروح مكان ربنا ما يكرمكش فيه طبعا صح فلا ويوفق في العشرة انا كنت مطاقة انه هيكسر الدنيا مع النادي لا حسام ده بشوفه فروق كبير يعني نوعية مصطفى محمد يعني الناس دي اه فانا بشوفه مروان حمدي لو لانه يختار نادي دلوقتي مين النادي اللي محتاج مروان حمدي او مين اللي مروان حمدي الاهلي الاهلي اه طبعا طبعا الاهلي اه الاهلي ما عندوش النوعية بتاعة مروان وهو كان متعشن في مودست ان هو يبقى كده بس متعرفش الدنيا مش احسن حاجة معها مش مش يعني مع مودست نا غريب اوي شوفت لما نزل المباراة اللي فاتت يا دوبك نزل بس انا مش شايفها طارد يعني واو كلنا مش شايفينها طارد يعني كان ممكن ياخد انظار اللي ان هو مش متعامل اه هو فارد ايده خلي باك الحركة دي بتبقى لها ايرادية لكن هو ما عملش كده ايوا هو طلع فارد ايده ايوا يعني بتحصل عادي هو بتبقى تقدرية للحاكم وضع انه حظ وحش جدا واضح انه حظ وحش مع الاهل واضح انه قول اهل حظ وحش كمان في مودست يعني هو مودست في الاول اخي الاهل جايب مهاجم كان بيلاها في وروب كان بيلاها في فلمانيا لا برؤسة دوتنا احنا كلنا عارفين انا عارفه قبل طبعا بل المهاجي انه دي لك فالله هو بس مش موفق خالص ايه سبحان الله انا بقلتلك يعني بتحصل العيبة كتير صح وممكن روح مكان تاني تلاقيه ماشي بشكل كويس مية في المية كابتل محمود شرفت نوارتك العادة انا بشكرك شكرا جزيلا ده انا اللي بشكرك وكنت سعيد جدا ان انا معاك حبيبي يا كابتل محمود نوارت الدنيا ده كان ختام حلقتنا النهاردة من رقم 10 يارب تكونوا استمتعتوا معنا اشوفكم يا رب على الخير